السلام عليكم ورحمة الله اليوم نكمل وندا تعالى في اخر فيديو نكلم ونكمل كلامنا عن Calcium homeostasis كما نعرف ببساطة أن Calcium homeostasis سيكون 9 hing 11 نقولوا контрالzelf 어느 80% وبنقسمها 50 إلى 50 50% hydrogen 잘 50% hydrogen و هذه المبينة نعرف مبدئيا حسنا لو نقصت أكلم من 9 نسمّوه في肥ان وكانها زادت وهي سيكون heated وبنتكلموا عليهم ليسوية المنفستيشرا طبعا لو هيبوكاليسيما تلقى تيتني وهايبوكاليسيما لها مساوئها مثلا من ناحية لو بتكلمون لهيبركاليسيمياء تلقى تيبوزيشنج متعالكاليسيما في صوف تيشو في مرة تيدي السابب ليسوية مثلا الله هكتون فيسبب ليسوية ليسوية اليوريثرا ويسبب ليسوية ليسوية بإيجابه في المعلومات أكتر أكتر ناس يصيرون لهم بالداتиль اللي وحيكون اليوروين الستون في كون المالس تمام فالكالسيوم خيره 50% ايونايزيت 50% نان ايونايزيت 40% باينت اكيده في الالبومين وعندك العشرة في المئة اللي وحيكون مين في الستريت والفوسفيت والستريت هدى بعدين نبوه باش نقارنه بحاجة تانية اللي وحيكون لغزلت تمام فأول حاجة من ناحية ايونايزيشن زي ما قلنا 50% لخمسين خمسين في المئة ايونايزيت وخمسين في المئة اللي انان ايونايزيت هي قالت 40% ميلي اللي هي البروتين الالبومين بمنا في الفوسفيت اكيد معاهم الي والستريت الكالسيوم مانا ابزوربتشن اكيده الكالسيوم ابزوربتشن gegen يكون في الـ small intestine اللي هو حيكون في الـ upper part منه اللي هو حيكون فيه deudenum يساعد في الـ calcium absorption وهذه حاجة نعرفها بعدين vitamin D vitamin D يعتبر important هلبة في الـ absorption من الـ calcium تمام فمن الـ upper part اللي هو حيكون small intestine اللي هو في الـ deudenum active طبعا اللي هو process control اللي هكونا يمارشيني بايتامين D تمام اللي هو حيكون الـ vitamin D أصلا من وين يتكون اللي هو يتكون في الليفر بعدين من الليفر يمشي للكدني ويطلع اكتف فنقوله يتكون اللي هو حاكم في الكدني اكيد عن طريق البراتيرويد علاش البراتيرويد لان البراتيرويد هرمون لو تتذكر انه يزيد في الكالسيوم والكالسيتونين اللي من التيرويد هو بارافوليكلر سيلز ينقص في شينه ينقص في الكالسيوم تمام فالبراتيرويد لما تبي تزيد الكالسيوم تمشي تكلم الفيتامين دي والفيتامين دي يزيد الكالسيوم فتلقى اللي هو حاكم شينه يزيد لك في الدم فهذا هو بشكل عام هذا اللي هو حيكون حاجات فاكتور يستأثر عليه الأسد والبروتين والستريت هذا يزيده في كمية اللي هو حيكون الكالسيوم عكسها تلقى أول حاجة الالكالاين وتلقى الفات وتلقى الأوكزالات با هي شن الفرق بين الستريت والأوكزالات الستريت مهمتا شني مهمتا اللي هو دي آيو نايز دي آيو نايز الكالسيوم وهذه حاجة مهمة لو تتذكر اخذينا في البلد في فسي واحد حاجات من يعتبر اللي أنتي كواجلينت منه ماخدين الستريت لأن علاش الكالسيوم ريكوارد في all process of coagulation هادي من ناخدها بعدين الفونكشن except the first two من الانترنتسك ستيش تمام فهدي واحد منها ان الستريت زي ما نعفو مهمة الدي آيو نايز لكن هنا مهمة الأكسيديز هذا بارسيتي بيت شني يركز يخلاه شني تترسب وتعتبر حتى ويستخدم فيك اليوم في المعامل باي هادي سلايد هذا باي الفونكشن متاع الكالسيوم أكيد الفونكشن متاع الكالسيوم أول حاجة تبي تعرفها أنه أهم شي يمشي للبون بون دي بوزيشن فور منيراليزيشن ولا باش يتعظم منيراليزيشن تاني حاجة لما بتشوفها اللي بعدها يمشي للمسل لأنه important في المسكيلر كونتراكشن تمام هذا اللي هو حيكون المين افكت متاعه أنه يمشي للبون والمسل كونتراكشن أيضا أكيدا responsible اللي هو حيكون زي ما نعفو لي بلود كواجيوليشن هذا اللي هو حيكون المين افكت متاعه تمام فتشوفها أن البون أكيدا structure باهي السيرلر ميتابوليزم بشكل عام ماشي في الووند هيلين اللي هو كواجيوليشن تجلط الدم أكيدا nerve impulse transmission وبعدين من شوفها أنه لما ينقص الكالسيوم تزيد الحسسية متاع النيرون فهذا باش تخش في تيتاني تمام وعندك اللي هو موسكيلر كونتراكشن فهذا هو من ناحية اللي هو حيكون الهرموني السيستم قال لك اللي هو حيكون رقم واحد اللي هو حيكون the release of hormone واتاكت اللي هو حيكون second messenger من ناحية هرمون قال لك في الهرمون ال usage كيف نستخدمه في الكالسيوم في الهرمون نستخدمه فيه أول حاجة أن نطلعوا به هرمونات كيف مثلا زي ما طلعنا به اللي هو حيكون في الصيناب تكنب باي مش دخلنا الكالسيوم مش طلعنا لأسيتاء الكولين نفس الميكانزم تمام متاع الكالسيوم وفي نفس الشيء استخدمناها كsecond messenger لأن نقولنا الكالسيوم السي اي ام بي السي جي ام بي السل ممبرين فوسفو ليبد والبرستا جلندين هادم كلهم يعتبر لك second messenger فهيعتبر حتوه second messenger وفي نفس الوقت important لريليس متاع الهرمون تمام فمن ناحية الميتابوليكة فكيف كيف نعرف أنه مهم في الاكسيدة في فوسفوريليشن باي وكيف نديره اي تي بي وليتاريزيشن والبريميبيوليتي متاع السل ممبرين دهما مش مهمة هلبة للميتابوليزم متاعه ولكن اللي هو حيكون في النيرف الاكسيتابيليتي والريليس النيورو ترانزميشن والمسكر كونتاكشن فالريليس تكلمنا عليها كيف ان الكالسيم يخش يدير باينيك للسيكريتر الجرانيوز للريليسيك سايت والكونتراكشن كيف يدير حتى باينيك مثلا مع الكالموديلين والنيرف اكسيتابيليتي كذلك من ناحية اللي هو حيكون شارج متاع النيرف باي من ناحية السل ميتابوليزم ان راجعه انه اللي ينطير عنه انه مسؤول على تاني حاجة مسؤول على واخر حاجة مسؤول على اللي هو السل ميمبرين بارميابولتي تمام هذا اللي وحيكون الميتابوليك افكت متاعه الكالسيم هوميستيزيز لازم تحافظ على شنوما الحاجات اللي تحافظ بين الكالسيم هوميستيزيز اكيد عندك البراثيرويد هرمون والكالسيتونين هادم لازم تخليهم شني تخليهم كونستنت لني شني اللي وحيكون تركيزهم متفاوت يعني شني تخلي الكالسيم كويس بناحية انه لو زاد زاد للكالسيم ينقص لكالسيونين لو انقص الكالسيم يزيد البراثيرويد ثاني حاجة عندك الاسيدوزيز الاسيدوزيز ونقوله بشكل عام عندك البيئتش عندك البيئتش وعندك الفيتامين دي حتى هو وعندك اللي هو حيكون الفوسفيت وهاذا بنتكلم على هذا اللي هو حيكون السلفيند اوiyorsunفاكتر وعندك اللي هو وحيكون اخر حاجة اللي مهمة تعتبر عندك السترات والأكزلات تمام فهذا هو الهوميستيز اول حاجة انه من ناحية شينه هو يحكي لك الهوميستيز انك تحافظ على الليفل متاع الكالسيوم بل الكالسيوم اللي في البلد اما واحد حيكون important الخام الان ايونيزد ولا الايونيزد كيدا حيكون الايونيزد لان الان ايونيزد ما قلنا 4% البومين و 10% في الفوسفات والسترات باي فاول حاجة قلت بلد level of inorganic phosphate زي ما عرفنا وقلنا البي اتش وشوية هرمونات علاش اللي هو الفوسفات لانه نعرف انه solution factor فيقولك ان الفوسفات هذا بي ضار بالكالسيوم لازم يكون constant لازم يكون تابت باي بمعنى ان لو زاد الفوسفات لو زاد الفوسفات حيضطر ان الكالسيوم شين يصير ينقص باش يحافظ على constant calcium بالعكس لكن لو نقص الفوسفات اكيدا حيزيد الكالسيوم باش يخليه شيني خليه constant يخلي شيني خليه constant تمام فهذه حاجة مننا وطبع البي اتش متاع البلد علاش لما يزيد الاسيدوزز او يزيد الhydrogen ion concentration اللي ينقص البي اتش معناه هك يزيد في الايونيزيش تلقى الكالسيوم زايد ومعها زايد شيني زايد الفوسفات باي لكن لو نقص الhydrogen ion اللي يزاد البي اتش باي فتلقى الزوز نقصات تمام فهذا هو قالك اللي هو حيكون control متاعه controlled by the phosphate باي الفوسفات هو ما نخير اللي هو 12% هذا لا بتقسمه تقسمه انه اللي هو حيكون عبارة شيني اللي ارب انجولي اللي هو حيكون لتلتين باي و تلت اللي هو التلتين متاعه 12 تلتين قداش كاتبينهم التلتين لا مش كاتبين النسبة اه 12 تقسيم اه مفروض اربعة 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 اه تمام فعنا هنا ثمانية وهنا اللي هي حيكون اربعة ميلي جرام اللي هي حيكون بير سنتش تمام الـ 4% هذه الـ 4% ستجد أحواله من ناحية الـ in organic ستجد أحواله وهذا سيكون الى الان ثم THE U3 تجد أحواله ويحواله مثلا الـ waspate في الـ ADP ADB GDB وغيره الـ 3% موازل التجد أحواله من اللغة ونببوه لأيونيزد فوسفيت باهي فهدم اليوم الزوز مع بعض فأتى constant pH لازم constant pH لانا زي ما قلنا كان نقص ال pH زيدو الزوز وكان زاد ال pH ينقص الزوز فنلقو ان الايونيزد اليوم تاع الكالسيم والفوسفيت راهو تابتات يعني هاد نسمو فيه solubility product باهي كالسيم زي ضرب الفوسفيت يساوي constant فلو زاد ال pH تلقى اليوم حيكون عبارة شيني ان الفوسفيت تمام اليوم lead to decrease اصلا لبلازما فنلقو ان اليوم حيكون لو ال pH زاد نلقو ان الفوسفيت واللي to decrease البلازما كالسيم للنزوز حتى تلقى مصلا نقصات تمام نفس الشي قال لك الاسيدوزز يعني decrease ال pH نلقى اليوم حيكون increase the ionization للكالكالسيم والفوسفيت قال لك اه both رد بالك both نفس الشي الكالسيز increase the pH اليوم حيكون ان اقصلك الايونيزيشن بوث الكالسيم والفوسفيت بعدها ال control زي ما قلنا البراطيروت هرمون اكيدا يزيد وعندك الكالسيتونين اكيدا ينقص و الفيتامين دا اكيدا الي ي Pho clock علش اصلا فيتامين دي الي ديلة الطايروت هرمون بالطبع تمام طيب نتكلم على الشيني علي Tru paragraph و بنتكلم على البراطيروت هرمون اكيدا باهي طبعا الي هو حيكون يحكي هادي طبعا هادي العلم هذي التايروت هادي باراطيروت شوفت البراطيروت باهي نقسمه ن offspring في الطيرويد ديما للوبات تمام نتكلم فيه اللي يحكون سوبرير لوب انفيرير لوب سوبرير لوب انفيرير لوب باي فتلقى في كل لوب تلقى في شيني تلقى بارا تيرويد يعني بشكل عام هو القسمة متاع التيرويد قسمة باي هذا قسم بروحة وهذا قسم بروحة في سوبرير انفير سوبرير انفير لكن البارا تيرويد في اربعة تمام فهذا هو البراثيرويد كما نعفو أنه قام ببراثيرويد هرمون من هين نعفو أنه من البراثيرويد وكما نعفو أنه البراثيرويد فحش اسمه Chief Cell كما اخذنا في الهستو وفيه الأوكزافيل سيلز طبعا الأوكزافيل سيلز خامدة لا يصيرها اكتيفتي Chief Cells ستكون اكتيف تمام ريليس اللي حكوم من Chief Cells فنقول أنه يعتبر ما يبقى بطاعته كي يخدم بالCAMP أنه مهمة عبارة عن ما يبقى بطاعته نفس الشيء في البر والكيدني أصلا ديما الاناكتيفتيشن هذا اللي هو متابوليك صايد بل براثيرويد مهمته مهمته يزيد في الكالسيوم ولأنت تبي تزيد للكالكالسيوم فأول حاجة يمشي للكدني يدير حاجتين أول حاجة يزيد الفايتامين دي ثاني حاجة يزيد الكالسيوم أبزوربشن اللي هو حيكون primary active absorption لو تتذكر في الكدني ثاني حاجة بيمشي للبون للبون يدير في شني يدير اللي هو حيكون يمشي للبون باش يفعل حاجة اسم الأستيوكلاست اللي عبارة عن خلايا تكسر في البون اللي هو يزيد فيها وينقص لك حاجة اسمه أوستيو بلاست لي الخلايا الشني اللي يتكون وطبعاً يمشي اللي حتى للإنتستين يزيد في شني الانتستان الأبزوربشن بل إنتستان أبزوربشن كيف يصير بالزيادة أكيد بالزيادة بشني ب اللي هو حيكون هي بالفيتامين D فأول حاجة زي ما قلنا يدي إليك الليtle يكون في البون يطلع منه كالسيوم شفتك الكىدي نفس الشي يطلع منه كالسيوم وعندك الفيتامين D يتمش يطلع على الكالسيوم فليو ولي الكىدي شفتك كف مشاه وفي البداية ما قال الكىدي خلقاenkالسيوم conferر réussل معنا دايركتلي بعد أن نطلع منه فيتامين D اللي هو مشاهل الإنتستن دار له الليże يكون إصدقاenkالسيوم conferر تمام تمام هنا الباراثيرويد ليفكت متعاكني زي ما قلنا نقص لك اللص متع الكالسيوم فاستمالات اليو حيكون الري أبزوربشن وانهبت الفوسفيت ري أبزوربشن لان زي ما نعفو احنا انه مثلا هذي اليو حيكون اكي هذي يقبس مشكي تمام هذا في البروكسيم الكونفوليت التبيول وهذا في الليت ديست الكونفوليت التبيول لما بيجي يتكلم لي الي هو حيكون علي الكالسيوم والفوسفيت ري الفوسفيت هنا يدير الانهبتشن فيدير الانهبتشن الري أبزوربشن هنا والكالسيوم اكتف ري أبزوربشن يزيد هنا برايميري اكتف ابزوربشن فهذي اليو من ناحية شن ياخدناها في الرينا المش مهمة هلبا نكملوا كلامنا انه مهمة ينقص لك الفوسفيت ويزيد لك الكالسيوم كيف وعلاش هي طريقة دكية هذي او هو زاد لك هنا الكالسيوم بطريقتين اول حاجة انه نقص لك الفوسفيت وبما انه نقص لك الفوسفيت فاكيدة حيزيد لك الكالسيوم باش السوليوبيلتي برودكت حيكون تابت تمام هذي رقم واحد السوليوبيلتي برودكت ما عندي شن ينكسب صح فا مجموع تمام تاني حاجة انه في نفس الوقت يزيد لك في الكالسيوم ابزوربشن منه ليه فهذو اللي هو طريقة واحد طريقة اثنين باش يخلي لك اللي هو شن الكالسيوم يزيد فانكريس الكالسيوم دكريس الفوسفيت طبعا استيميلاشن اللي هو حيكون برودكشن واحد خمسة وعشرين ده هيدروكسيكول كالسيفيرول اللي هو هذا شن يفايتامين دي وهذا يعتبر الاكتف فور بعدين عندك اللي هو باراثيرويد هرمون افكت قال لك اللي هو استيميلاشن الكالسيوم ابزوربشن تمام والفوسفيت انديركت لي بايفايتامين دي تو انت بتفكر فامش قلت لي ان الباراثيرويد هرمون مهمته ينقص لك الفوسفيت في الكيدني باعلاش زاد الفوسفيت في الفيتامين دي زاد الفوسفيت او دار انكريس في الفوسفيت ابزوربشن في الانتستن لان نخدم بالفيتامين دي والفيتامين دي مهمة ان يحافظ على البلانس يعني لما يلقى كالسيوم ولا فوسفيت نقص يزيد في الابزوربشن متاعهم وهذه حاجة مهمة لان بعدين لما نتكلموا على الكالسيتونين نتكلموا على الكالسيتونين للعلم ما يزيدش في الفوسفيت ابزوربشن في الكيدني تمام فالفوسفيت مهمش في الكيدني اي حاجة تخليه يطلع لكن في الانتستنت الفيتامين دي شنية يحنع لها شوية ويدير لها شنية دي لها ابزوربشن الريجوليشن بتاع الباراثيرويد سهل جدا ناكتف فيدباك لما يزيد الباراثيرويد هرمون يمشي يكلم اللي هو حيكون يدير انهيبشن اللي هو حيكون منه لي ما عنداش اللي هو حيكون الريجوليشن بالبيتيوتري تمام فهذا هو نعفونا اللي هو حيكون ناكتف فيدباك في الكنترول طبعا بالكالسيوم ليفل تمام بالكالسيوم ليفل فديما اتذكر اللي هو حيكون شنية الابي سي منهم الاي بي سي اول حاجة عندهم اللي ما يخدموش تحت البتيوتري والهاي بي سي اول حاجة عندك اللي هو حيكون لادرين الكورتكس متاع اللي هو حيكون مني متاع المينير الكورتكويد اللي هو الديستيرون بعدين بي هادم دابل بي او الحاجة بين كرياسنسولين جلوغاقون بعدين البارا تيرويد وهذا اللي يسموه فهي ببارا شيني كالسيتونين اللي يبارا فوليكلرسل فتقدر تقول ان الكالسيوم هوميو ستيزيزيز ممكن تجي هاد الكالسيوم هوميو ستيزيزيزيز انديبندنت of ptyiary slash هاي بوثالاموس تمام فهذي حاجة فكذين ما قلنا النجتيب فيدباك عبارة عم بالكالسيوم ليفل تمام فلما ينقص الكالسيوم كده البراثيرويد هرمون بيزيد فنلقوا ان المكسيمم ريت البراثيرويد لما ينقص الكالسيوم هلبة تحت السبعة لكن لو يزيد هلبة الكالسيوم حيكون المستوى الطبيعي مستوى البراثيرويد طبيعي مش حينقص اكتر من هيك يعني الكالسيوم هو قداش عشرة لما ينقص لجهة السبعة تلقام مشيط هلبة البراثيرويد هرمون فلما يزيد لكن فوق ال 11 مش حينقص تحت الطبيعي لا حقيقة الطبيعي لان هذا الطبيعي متاع ما ينقص اكتر من هيك فهذا هو قال لك هنا ان الانكريس في البلازما كالسيوم does not lead to further decrease في الباراثيرويد زي ما قلنا يعني لما ينقص الكالسيوم هو يزيد لكن لما يزيد الكالسيوم ما ينقص اكتر من الطبيعي بعدين عندك الكالسيتونين من الباراثوليكلر مهمة بوليبيبتايد هذا اللي هو الكالسيتونين ما اللي يخدم علي حاجات other than camp وهذا اكتر واحد شفنا لتو يخدم اكي ولكن يخدم حتى بالcamp للعالم لكن شوية فهذا هو قال لك هنا بوليبيبتايد يخدم other than camp ما اللي لكن شوية يخدم ليه بالcamp زي ما نعرفه تمام بعدين زي ما نعرفه اللي هو حيكون كاف هو يزيد في الكالسيوم وين يزيد الكالسيوم في البلد ولا يزيد الكالسيوم في البون يزيد الكالسيوم في البون كيف اول حاجة استيميليات اللي هو الاستيو بلاست اللي يتصنع في البون استيو بلاست ينقص لك في الاستيو كلاست باي تاني حاجة من ناحية الكدني ينقص لك في الكالسيوم ابزوربشن ينقص لك حتى في الفوسفيت زي ما قلنا الفوسفيت متلقي ديما في الكدني باي بعدين بتشوفها من ناحية اللي هو حيكون decrease the activity بتاع الفيتامين D فنقص لك اللي هو calcium absorption فمهمتها اللي هو حيكون increase calcium في البلد فإدير لك increase the calcium يطلع لك الكالسيتونين والكالسيتونين يمشي نقص لك الكالسيتونين في البلد بشير في عوان تلقار البون تمام اللي بعدين لما ينقص هلبة يزيد اللي هو الباراتيرويد فكلها متابعة يعني انت تخيل صار لك disruption دمام كان عندك نورم الكالسيوم بعدين زاد لما زاد الكالسيوم شن يصير لك release اللي هو حيكون يضرب عليه هنالكالسيتونين ينقص ولما ينقص هلبة يجي الباراتيرويد يضرب عليه وفش يولي شنال الطبيعي فمعاش يخليه يمشي فوق ولا لوطة لا يخليه جاي في شنال نورم اللي فكت متاع الكالسيتونين زي ما تكلمنا عليه أول حاجة انهبت اللي والكالسيوم absorption هنالك اللي هو حيكون في الكدني فهي اللي هو lowers الكلسيوم في البلد انهبت الكالسيوم مزورش من في الانتستنت بروموت الديبوزيشن والكالسيوم انهبت الاستيوكلاست واستميلات الاستيوكلاست طبعا هو الريلس من البارافوليكالرسيلز هنا من الطيرويد جلند طبعا نتكلمه على الفيتامين دي هذا يعتبر آخر حاجة من الشيء في السلايد هذا اللي هو الفيتامين دي شنو الفيتامين دي الفيتامين دي عبارة عن هرمون تقدر تدير لأوبتينينج رقم واحد من الدايت وتاني حاجة تقدر تصنع في الجسم عندنا أول حاجة هو استيرويد زمن وهي اللي هي التصنع من السكن وهو حاجة مفاعلة وهو سيكون الكولكالسيفيرول الكولكالسيفيرول وهذا lecternو ت LEFE ومن السبع ديهايدروكولستيرول يجاه سكنتولي الكولكالسيفيرول ومن الكولكالسيفيرول يمشي فالبداية لللبر اللفر يشلليه 25 هيدروكسيезж بعدان يمشي للكدني يدير لو يولي 25 و هادروكسيتيرول هذا هو عندك هنأه يكون بالسكن السكن يت обнаружيك غير تقريبا رابطة في الح산 عبدال‏ يắtي کاملة ال Skate Collcalculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculcul example 1735 الأفكت متاعه يزيد في الكالسيوم absorption في الانتستنت يزيد في الفوسفيت absorption في الانتستنت وتاني حاجة حتى يدير لك في الكالسيوم depositioning في البونر فارد بالك منه قصد ليش رد بالك منه دي حاجة كويسة لكن إن شيني الأفكت متاعه يعتبر كأنه شيني يخدم على الجهتين كأنه عنده وجهين يعني صح هو يزيد في الكالسيوم من الانتستنت لك في نفس الوقت يرفع فاها في البونر يعني مش زي قصد خدمة الباراثيرويد اللي هو مهمته يبيحافظ على الكالسيوم في البلد لا هو صح يزيد لكن عنده حتى depositioning effect تمام هنا مهمته عبارة شينيوم الكالسيوم والفوسفيت هوميستيز يعني كأنه هو الوسيط باناتهم يقول لك يا باه أنا نأخذها من الانتستنت زي ما تبي باراثيرويد لكن في نفس الوقت نحطه في البون زي ما يبي الكالسيوتونين فكأنه وسيط باناتهم هو transportation of vitamin D نفس الشي حتى هو عن طريق عبارة شيني specific protein الميكانزم يعتبر ستيرويد فيه يعتبر شيني سيتو بلاسما كريسيبتر زي مني زي اللي زي التيرويد هرمون وزي زي الأدرينو كورتيكال هرمون الاكتيفتي متاعه من اللي هو حيكون الاكتيفة متاع الالفا هيدروكسيلاس طبعاً هذه في الالفا هيدروكسيلاس في الكدني بعد ما يجاهها من الليفر الـ 25 هيدروكسيكولتاسيفيرول اللي هو كالسيديول فشيني يديرلك أول حاجة نقصلك الليفل متاع البلاسما كالسيوم باهي هذا اللي هو الاكتيفتي متاع أنا شيني يديرها دي بوزيشنينج في البون دي كريس الليفل اللي هو حيكون في بلاسما فوسفيت تمام فهذه أول حاجة تمام فلما تلقى أن لور كالسيوم أنا قلت أن فانكشن متاع لا قصدي الواحد هيدروكسي هيدروكسيلاس أم تزيد لما تلقى نقص في الكالسيوم باش الباراتيرويد يمشي يكلم مني الفيتامين دي إنه راه يزيد لي الفيتامين دي فهذه رقم واحد إنه لما ينقص الكالسيوم وفي نفس الوقت لما ينقص الفوسفيت لأنه زي ما قلنا مهمة الفيتامين دي إنه شيني يزيد حتى في الفوسفيت بزارة بشي من الانتستنت ونفس الشي انكريس الريت متاع الباراتيرويد وهذا يعود علي أصلا شيني الدكريس اللي يحيكون في الكالسيوم والغروث هرمون والبرولكتين والإنسولين مش مهمات الاستروجين لكن انكريس اللي يحيكون الريت في فيتامين دي باينين يعني الاستروجين مهمة يزيد في الترانسبورتر متاع الفيتامين دي بعدين عندك الكالسيوم ابزوربشن من الانتستنت اللي وحن طريق شيني تري اللي وحن يكون ميكانزمز تمام فأول حاجة اللي يديلك في استمالية اللي وحن يكون الكالسيوم باينين بروتين هذا قالك هو استميلة الكالسيوم بايننج بروتين وهذا مهم تشيني يوقف على السل من برة باش يشد مع الكالسيوم ويدخلها يدخل هنا طبعا عن طريق الـ اكتف ترانسبورتشن باش بعدين في البيزولاترال يمشي اللي هو حيكون بالديفيوشن وفي نفس الوقت يزيد اللي هو حيكون في الـ اكتيفتي متاع الـ تمام في البيزولاترال بعدين عندك اللي هو حيكون البيزولاترال باي فاصيلاترال ما تقولش انه الـ في البيزولاترال الصحة هو البيزولاترال الي هو حيوانا شنه هنا في جنب الدم هنا نعادي بالـ استميلات زي ما تقلمنا اللي هو حيكون كالسيوم استميلاتي اي تي بي اي تي بيز اللي هو حيكون باش يدير استميلاتي اي تي بي ويخضم لك المشكل اكتر والالكالاين فوسفيت هذا يعتبر شنه يعتبر كأنه ايونايزنج افكت لي تمام هذا الـ فكرة الفيتامين ديزان ما قلنا اللي هو الابزوربشن متاع الكالسيوم في السمول انتستنت ويدير لها منرالزيشن في البون نفس الشي اللي هو حكون هنا الكالسيوم ابزوربشن و ادر أورغنز متلا عندك اللي هو حكون يدير تنسبورتاشن للمينرالز لأي حاجة تب يعني ممريغلاند او حتى بلسنتا وعندك اللي هو حكون لسكن ماذا هو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و هيبوكالسيميا لديها هيبوبتيوترزم و ليس لديها فيتامين دي فهنا تخش لي في الرعشة هذه نسموها تيتاني و طبعا ريكتس و أوستيوميلايجي هذا من الحاجات التي وشيني ستاندرده متاعنا لكن تيتاني اهم شي نبوها بها توا عندك اللي وحيكون الهايبركالسيميا اللي ومش نعفو هنا من التسعة الى احداش النورمال لعشرة السنتر لما يزيد فوق 12 فجاوهدا نسموها هيبوكالسيميا بكاف الهايبركالسيميا اكيد لما يزيد البراتيرويد يوسط على آسيدوزيز و لا possível ما يوضي فياليونزاع الهايبرفيتامينوزيز ومجتم تلقيب على الهجوم والأسفل على الأجل بكريس فأول شيء وهو نيروموسكيلر أصبح بأنه يلعب على أنه يلعب على الهجوم والأسفل على النيرون لأنه يعطي برشيني الكالسيم فيه شحنه فهيلعب على الشي هذا ثاني حاجة نتكريس اللي وہ هيكون يرينيكسي كريشن في دير الكرينال ستون زي ما قلنا ميتاستاتيك كالسيفيكيشن هذا عبارة عشيني ميتاستاتيك كالسيفيكيشن معنى لما يزيد الكلسيم في البلد يمتصير الى شيني الديبوزيشن اللي وہ هيكون في اللانجو آرتيز وثيرويد ففيقال لك في الهايبر بارا تيرويدزم تمام لما يزيد الهايبر بارتايروديزم شي المهمة البارتايروديزم ما مهمة يدير في بون ريزوربشن فيسبب لك اللي هو حيكون يخلي لك فيزي الحفرات في البون فانسموه فاستايتس يعني يتبع البون سيستك اللي هو حيكون حفرات وفايبروزة كأنها تبدأ تتليف تمام فيتخلي البون ويكوي ليشيني فراجل إنها تتكسر أكتر بعدين عندك الهايبوكالسيميا اللي هو التيتني تمام بما نقولنا الهايبركالسيميا لما تزيد اتنقص في النيرو ماسكولار ا 하겠습니다 لكن الهايبوكالسيميا تخلىها زايدة تمام طبعا اللي هو حيكون لما ينقص الهايبوكالسيميا كاف عن طريق ذي كريس فالباراتايرويد او ذي كريس اللي هو حيكون في الفايتامين دي او الكريس حتى في الكالسي تونين تمام Ecozyd اللي هو حيكون دي كريس اللي هو حيكون في شيني ايونيزد الكالسيم وحتى اللي هو حيكون ابزوربشن عن طريقة الكالسيميا فأول حاجة كما قلنا الهيبو باراثيرويدزم ممكن اليوسترجكال رموفل أو أنه يتكسر هايبوفيتامينوزز هايبور فوسفيتيميا ما يعني هايبور فوسفيتيميا لأنه كما قلنا لما يزيد الفوسفيت الكالسيم سيصير له يونغس لأن السولابلت برودك يجب أن يكون تابت والهيبو مغنيسيميا الهيبو مغنيسيميا تعود على شنة فكرة الباراثيرويد لأن المغنيسيوم responsible for the excretion of the barathyroid هرمون قبل أن الدكتورة وحتى الشيطة الكلية هنا فقط ذكرين أنه مغنيسيوم أعرف ما هو المهم للباراثيرويد يعني عندما ينقص مرة يتسبب في إفكت في الباراثيرويد وعندك أمانته في ستريت لماذا يديره في دي ايونيزيشن يعني لماذا ينقص ايونيزد كالسيوم ونحن نقص ايونيزد كالسيوم هايبو ألبونيميا لأن نقص الترانسبورتر متاعه ومن يصنع في الترانسبورتر متاع الاستروجين والكالوسوس علشان أن نقص لك الكالسيوم والفسبات لأننا تكلمنا على الهايبو كالسيميا شين واحد من أسباب الأسيدوز أكيد الهايبو كالسيميا سيكون سبب متاعها الكالوسوس بعدين قايلك هنا الهايبو مغنيسيميا خير المغنيسيوم زي ما نعرف أنه نسسري للباراثيرويد فلاك المغنيسيوم فسببك اليوه انهيبشن للريليس فنلقوا أن الريسيبت الخاص اللي تتعود على اللوء أمات البراثيرويد فتولي اليوه حيكون سنستف وطبعا اليوه حيكون شيني في الفيتامين دي متابلزم بشكل عام لأنه يخلي في البراثيرويد يطلع والبراثيرويد هو يخدم على الفيتامين دي الكالسيمتاع طبعا ممكن ما عندكش اليوه حيكون مغنيسيوم ما تاخدش فيه في الدايت أو الديفكت في الابزوربشن أو أنه يطلع هلبة في اليورن فانكريس الرينالوس فهذا هو عندك ديمة الايونز يما عندك مال نيترشن ما تاخدش فيه في الغداء يما ما تمتصش فيه مال أبزوربشن أو عندك اليوه حيكون عبارة شيني إكسيكريشن في اليورن هلبة الطايبز متاع التيتاني نعرفه في حاجة اسمه ليتن تيتاني وفي حاجة اسمه منفست التيتاني الليتن تيتاني دي ما نسبة متاعها 7% لـ 9% يعني قاعدة نور بلي شوية لكن لو ينقص أقل من السبعة هذي نسموه منفست التيتاني تمام ففي الليتن تيتاني في البداية الأعراض متبانش واذا تكلمنا عليه في الفيديو متاع الكالسيم بروحة أو التيتاني بروحة ننصح تشوفه الحق لأنه هنا يعتبر مراجعة على غير فزين ما تكلمنا أو الحاجة أن السيمتمز اللي هو حيكون عبارة شين في البداية ما يبانوش فقط دروينج سترس ولا حاجة يبدو يطلع المنفستيشن تمام والمنفست التيتاني زي ما قلنا هنا اللي هو حيكون بط أبيرس دروينج لأموشن السترس لبريغنسي لأكتيشن لكن علش لبريغنسي لأكتيشن لأنه زي ما قلنا الكالسيم يبي حتى فشني في الملك ما يكون أقل من سبعة كده حيكون يخش بحاجة اسمه منفست التيتاني الضيبس زي ما قلنا المنفست التيتاني هذا اللي هو حيكون أقل من سبعة فتلقى عندك هيبو كالسيميا فتسبب لك اللي هو حيكون increase the neural excitability لأنها هيبو كالسيميا تنقص لك في neural excitability تمام فديلك في حاجة اسمه يعني شيني اللي هو حيكون المسلز يبدو يرفو ويروح شو ففي حاجة نسموه فها كاربو بيدل اللي هو حيكون في شيني في الفوت لطا فالكاربو العبارة عن شيني عبارة عن فليكشن فليكشن extension يعني فليكشن في الميتا كاربو فالنجيل باي هذي وان هذي تلقاه بين الصوابع وبين الكف متاع اليد فدير فليكشن للصوابع متاعك باي وفي نفس الوقت extension للإنتر فالنجيل يعني خلي الصوابع متاعك مستقيمات ودير الدكشن للثمب وأكيد الرست متاعك والإلبو متاعك تمام اللي يؤدي إلبو والرست خليه مفليكس باي هذا اللي هو انسموه فيه شيني هذي اللي هو حيكون الاوبستيرتريشن اللي هو حيكون هانتو فيعتبر فيدل سيمتم البيدل نفس الشي يعتبر نفس الشي والأرينجي الاسبازم هذي ممكن تصير اللي هو حيكون في الالتشيلدرن أكتر فتخش لك اللي حيكون في أسفكسيا اختناخ بعدين يدير لك central cyanosis وفي الأخير ممكن يصير للدث وطبعا ممكن يدير حتى في شوية convulsion باي مش كاتبين الconvulsion تمام فهذه المنفسة تتني التريتمنت متاعها طبعا اللي هو المنفسة التتني تريتمنت متاعها IV slow 10% IS 10 تمام اللي هو IV تحطه slowly 10% كالسيوم تمام بعدين عندك اللي هو حيكون فيه المنفسة التتني ومازال تعطيه حتى parathyroid agonist وبعدين اللي هو تعطيه حتى فيتمن دي أوري كالسيوم وغير فالتتني اللي هو حيكون عبرشين اللي هو attack منفسة طيب هذا اللي هو حيكون من ناحية المنفسة دي بس المنفسة ده غير ان شاء الله تكون أعطي من لين المنفسة فيه الطرق ال diagnosing كان تذكروا فه متاع التابينج متاع تشوف التشوف الجالفانيكا ترشولد وتشوف بالشنسمة وبالجهاز الضغط لو درت لضغط عليها ممكن يدير حتى في تقريبا لو مش داكرته كويس لان يونغس يونغس لكن ممكن داكرته في البديفلي بعد لان مدائرة تريتمينت طولي مفروض قبل تريتمينت ولكن تمام تريتمينت متاع لان انا قلت التريتمينت باش انهيئ لها باش نشوف ها بعدين لك لات الطول تحت فهذا باش نخلعت فهذه المنفس التتني تعطي أوري الكالسيوم زي في الملك وكده تعطي فيتامين دي باش ينص الكالسيوم هذا تعطي أسي ديفايين باش يزيد الكالسيوم والفوسفيت لان زي ما نعرف اي حاجة تزيد في الباراتيرويد نوت الباراتيرويد علاش ما نستخدموش الباراتيرويد في التريتمينت ما نستخدموش الباراتيرويد هرمون لإن اول حاجة بوليببtaيت باي باراتيرويد هرمون بوليببтаيت فيعلي لو اعطيتها اوري هيصيل دي جيشن لو اعطيتها من البلد الجسم حيكون ضد انتيبادي مراتي قربع لك حتى الباراتيرويد المتاعك لني يكون izard تمام باراتيروت هرمون يعتبر بوليبيبتايد واللي هو حيكون عبارة لأخذاتها والبيتاجستد وثاني حاجة ليفنجكتد ليستميلات أنتيبوديز والإنكتيفيت لي وحيكون الهرمون تمام هكي نشوف الشيط لي بعد إن شاء الله تمام توم نكمل كلامنا على على السبرارينياغلاند تعتبر ليه ومن آخر الحاجات اللي متكلموا علاها ومعها البنكرياس تمام فالسبرارينياغلاند دائما نعرف ان السبرارينياغلاند اللي هي عبارة عن اللي هي impeccörung فوق الكيدني اللي هي فأصلاح البييت تتكوين من كورتكس خارجية وميداللة وفاهم ثلاثة الازونات خارجية اللي هي غليوموريالرس فاسيكولارس راتيكلارس هذ شيould Going more 사람 من الزونات غليوميولارس فاسيكولارس راتيكلارس هذي اللي هي تعطيك منرال كورتيكويد اللي هو الديستيرون هذي تعطيك غليوكو쪽 كورتيزون وهذي تعطيك الاندروجيني اللي يوحك ومين اللي يدي اتش اي ا داحية تمام فذا والحاجة عندك اللي يسبراريني للجلاند ونلقاها لوكيتل ادى ابر بولم متاع الكيدني ونلقاها كونسيستل وزي ما قلنا كورتكس وعندك اللي يوحك ونشني السبراريني الميضالة من ناحية اللي والأوروجين متاعهم الأوروجين متاعهم يختلف انه ميزودارم والنيورال كريستل اللي هو الاكتودارم بهاي فتلقى ان علاش يختلفوا اصلهم لان الديمة ان تحفظ اي حاجة استيرويد اصلها ميزودارم والأدرينا الكورتكس اصلا شني اصلا اللي هو حكون يعطيك استيرويد هرمون فأصلها ميزودارم والأدرينا الميضالة نعرف ان اللي هي مهمتر صوري وحكول إبنفرا لنور البنفرا لنورادريني اصلا تعتبر موديفايد بست او اللي هي حكون مودفايد سيمباتاتيكيانغليا في اصلا نيورون ونيورون هي اصلا كتودارم او نقوله حتى من نيوركريست فهذا هو أصلاً واحد من الميزودورب لأنه أصلاً يعطي استيرويد وهذا هو نيرالكست لأنه يعتبر شنيني نيرون تمام فهذا هو الأدرين الكورتكس هذا طبعاً كابسولة بروحة هذي الدائرية شفتها الدائرية هذي هذي زون غلومريلوزا باهي بعدين الكولوم هذي اللي يواخد أكتر أكتر أمكان نسمه فايل فاسيكولاتا أو فاسيكولارس بعدين هذن اللي يحاكونها باراشيني ريتيكولارس وسهذا تعتبر شنيني كأنها نتورك في بداية عندك سيركولر بعدين كولوم ثم بعدين نتورك تمام نفس الشي هنا شفتها هذا السيركولر بعدين كولوم بعدين نتورك فهذه اللي ي analytic هذا اللي هو هي قال هذا اللي هو roots بعدين economically ese هذهภادلينة والميضل انت الخبطت. هيا الباينة من فوق. هادي بروحها. هادي زون اغلومريلوزا. هي ومش هسطوليجي. لكن المهم زون بروحة اغلومريلوزا. بعد عندك فاسيكولاتا و ريتكولارس. هاهدي قدرين مضاء بروحة زي حزي هي. تمام. تمام. اه من ناحية هاذي. هو يعطيك اللي هي حيكون في الهسطوليج متاعها. هادي عبارة عن كورتكس. وهادي عبارة عن مضاء. وهي وهدي من الزونات متاعها. زي ما نعرفوا هادي جلومريلوزا. هذه اللي هو حكمه فاسيكلاتة وهذه اللي هو حكمه ريتيكولارس تمام هذه اللي هو جلومريلوزا فاسيكلاتة اوريتيكولارس باي زا ما نوعفون نريلا سمتاعه من الرئيس من الرئيس الكورتكويد اللي هو الألدستيرون جلو interpolci كورتكويد الكورتزون اندروجين اللي هو DHA اكتر شي فبأ اول حاجة عندك هي الترانس فورميشن تمام اللي mains ترانس فورميشن سمفااقه التيتراهايدروستيرويد ديريفتفز تمام فأول حاجة شن يقصد هنا يقصد ان الألدستيرون الباهي الألدستيرون والكورتزون بشكل عام تلقى اللي هو حيكون شنين الألدستيرون باهي والكورتزون انه عبارة شنين أول حاجة وين نعمين بيمكن نرسمها فيه نبين نرسمها في جنبها دية تمام مكي يحسن أول حاجة انيك الألدستيرون تسعين في المئة من الكورتيزون هذا ما يحدث عندما يخش للليفر تمام هذا من اليوم ما يكونوا يخش للليفر هذي اعتبره ليفر تمام هذي يخش للليفر في الليفر شن يصير لهم أول حاجة هادو مزوز يصير لهم أول حاجة Reduction Reduction اللي حاجة نسموها Di-hydro-steroid بعدين نتولي Tetra-hydro-steroid يعني يصير لها More Reduction Tetra-hydro-steroid بعدين يجي شنه هنا يجي لي وحيكون الconjugation بتاعها بـ Gluconic Acid هنا يخش لي الconjugation نكتبوها Conjugation بعدين اللي هو يطلع لك شنه يطلع لك اللي هو حيكون اللي هو حيكون من Gluconic Acid مع Tetra-hydro-aldosterone أو Tetra-hydrocortisone فهذا وعندك اللي هنا لك اللي هي Tetra-hydro-steroid بشكل عام لكن نقدر نخلصها Tetra-hydro-aldosterone و Tetra-hydrocortisone فهذا هو الحاجة عندك ال-aldosterone 90% والكورتزون في البداية الـ Di-hydro بعدين Tetra-hydro و Conjugation هنا يصير لها وطبعاً لها 75% مايلي تطلع في اليرون 20% في الفيسيز لكن عنده تسميات هنا باي بعد ال-transportation بتاع السبعتاش كيتو ستيرويد هذي العشرة في المية متاع الكورتزون اللي خلناها ومعها من ثاني معها اللي هو حيكون اللي هو اخدنا ال-DHEA باي قبل كل شي هذي تولي طول شنه 17 كيتو أسد باي وهذي قبلها تولي تستستيرون بعدين يصير لها 17 كيتو بعدين 17 كيتو هذا يطلع من اليرون باي من ناحية اليوه الفيميل من ناحية الميل أصل الكيتو ستيرويد باي الكيتو ستيرويد نقوله 17 كيتو أسد سورس لما تلقاه في اليرون تمام انت لما يدحل اليرون تلقى في 17 كيتو أسد هذا حتلقى في شنة سوف تجد من ناحية الـ يعتبر كل الرسمات إمتعها من الإنتام من السبرى رينال كورتيكس يعني المال حيكون سبليفت من إنتام من السبرى رينال كورتيكس لكن المال يعتبر بثلاثان إمتاعها أولا الثلاث الثالث الثاني من أين؟ التلاث من التستيستيرون مثل القنات لأنها لديها إنتام تستيستيس فهذا 10% من الكورتيزون يأتي السبعه تسيرياد و 17 كيتو أسد الى كيتوستيرويد بعدها supermarket بعدها17 الى حاكمل كيتوستيرويد هي نفس الى نديره بكيتوستيرويد تعم هو هناك كيتوستيرويد فContro 70 الى حاكمل كيتوستيرويد في في مائل تمام ثم فإ Сейчас يعتبر لي وأكون هنا أيضا hjälفة هنا في المائل يعتبر كلها وثو ثرد في المائل والثارد الثاني جزي ما قلنا يجي من التستيستيرويد يمكن أن ت備ش مفروض هنا أكتب سيكون المهم انه ليس كتبه ان الـ old source الملخبط شوية الكتابة دي اتش ايه اسميتابولايز التستستيرويد ثم 17 كيتوستيرويد ويعتبر هو الـ only source له والتو ثارد طبعا منه وثارد اليوم من التستست في المال هذا اليوم ملخبط شوية جاي هنا تعطيه كورتيزون منه الكورتيكويد اللي يعطيكشيني الديستيرون من ناحية الترانسبورتيشن متاعهم بما انهم قدرين الكورتيكوستيرويد فمن ناحية هذه نعرف ان اليوم الكورتيكويد اللي كورتيزون في كورتيزول باينينج قلوبيولين هذا اليوم يسموه ترانس كورتيين 90% والستة في المية التانية تلقاه اليوم سيكون شيني شاد تلقاه في الالبومن وربعة في المية فري فلما يجي يقولك اللي هو الكورتيزون تقول اروا 96% مننا 4% مننا 96% تقسمها 96 96 90% هادي اللي هو كورتيزون بايندينغ غلوبيلين و هادي اللي حيكون 6% هادي اللي حيكون للألبومن تمام بعدين المينرال الكورتيكويد لكن نحسبه بال60 ل40 فهذا هو نفس الشي اللي حيكون بايند للألبومن و شوية اللي حيكون والترانس كاروتين دماما ده اللي وحيكون 60 في المية تمام والفري يعتبر 40 في المية ديما الألدستيرون الفري يعتبر هلبة ويعتبر الباوندد 60 مين اللي للألبومين دماما انت تبي تحفظ مثلا الألدستيرون بكيف نعرف أشاد اللي وحيكون في الألبومين ولا الجلوبيرين أكتر ديما A to A الألدستيرون للألبومين يعني قداش أكتر شيء في الألبومين من ناحية اللي هو كورتيزون ديما قداش عكس 90 في المية جلوبيرين 60 في المية ألبومين و4 في المية فري وهذا كاي 40 يعني كأن الفرق منتهم 10 باي بعدين لديك الاكشن في منيرال كورتيكويد تمام الاكشن بتاع منيرال كورتيكويد اللي هو متكلم عليه شن يألدستيرون باي شن المين فنكشن بتاع الألدستيرون أصلا أخذها في الكيدني إن مهمتها الصوديوم عبزوربشن ويتبعها معها الوتر طبعا هادي نقوله باسفلي وفي نفس الوقت يدير لك في البوتاسيوم سكريشن هايدرجين سكريشن ومعهم اللي هو الماجنيسيوم سكريشن تمام هادم يعتبر كلهم باسف هما شن يصير لهم هادم سكريشن يعني لو زاد الألدستيرون فيسبب لك اللي هو هايبوكاليميا يسبب لك في الكالوسيس يسبب لك في هايبو ماجنيسيميا لكن لو نقص الألدستيرون يسبب لك فيه هايبركاليميا أسيدوزيس وهيبرماغنيسيميا هايبوناتريميا ونسموه فانات يورسيس ما معنى نات يورسيس؟ يورسيس معنى high amount of urine ناتري هذا معنى الكشيني كأنه اللي هو فيه صوديم في اليوران فهذا نسموه فانات يورسيس ففي ناحية الكدني طبعا هذا اللي يخدم مع الكدني يعتبر المست امبورتن فانكشن تمام مهمته اللي هو الصوديم تمام مين اللي هو حيكون حتى عديم الكلكت اندقت مهمته انكريد السوديم في الاكستراسيرلر fois كيف يزيد فيه في الاكستراسيرلر fois اللي هو البلضة عن طريقة الصوديوم تمام فطبعا نت cone ثانيا 6 بعدين عنديえば لما حيكون on the intestine تمام والكولون انت الانتستن والكولون المهمة للدستيرون مهمة تدير sodium reabsorption لا في حدي sodium reabsorption انكريس sodium reabsorption potassium secretion ما نعطي مش عارف لكن نقوله تمام حتى potassium secretion هذا من ناحية تنكريس sodium reabsorption وعندك potassium secretion بعدين عندك الالدستيرون نفس الشي تكريس sodium content هل هو نقص في sodium content اي نقص في sodium content باش يحافظ علىها يعني عندك في الصلايفة تلقى اقل sodium باش يحافظ على في الدم مثلا في السويتم تعالك العرق حتى هو حينقص فيه باي ومثلا في اليورن حتى هو نقص فيه فأي excretion في الهيومن بادي تلقى في نقص اللي حيكون صديم ففي السويت صلايفة حتى الملك تمام وتلقى البوتاسيوم اللي زايد تمام all these actions اكيد elevate sodium content وreduce اللي وحيكون البوتاسيوم تمام وليحيكون also promote water retention لانه يزيدك صديم يزور لانه البوتاسيوم لما يصير لانه لما ينقص ولا يزيد هنا يسبب لك muscular weakness ويلعب لك حتى في حاجة اسمه اللي وحيكون شني اللي تريشولد فيخش لك حتى في gluco يوريس يدير لك defector gluco metabolism وبعدين البوتاسيوم لما حفظ البوتاسيوم لو زاد هل يخرج لن يخرج من غير اللي وحيكون ما يدير العرفة اول حاجة يدير دمج للك كدني في النفرون يدير لك defector gluco metabolism باهي هذه حاجة من الميكانزم الميكانزم الاكشن متاع الالدستيرون الاكشن متاع الالدستيرون مش هو عبارة عن ستيرويد فهادي تخيل انها سل تمام يجي للريسبتر يتصل بالريسبتر هذا تمام يتصل هنا بالريسبتر بعدها يمشي لل نيوكلي سيد جين اكسب طبعا هذي نسمو فها الدستيرون باين باين بعدها يصنع لك البروتين هذا الدستيرون اندوس بروتين يعني البروتين اللي تصنع بتحفيز من الالدستيرون باش نيزير هذا اول حاجة يمشي للسلم هنا يكون لك حاجة اسم بريمياز ما معنى بريمياز تزيد في البرميبوليتي متاع اليوم من البوردر هذا لانه عبارة عشان تزيد في اليوم البرميبوليتي للصوديم وفي نفس الوقت انه يجي للميتو كونديريا يقول اسمع زيد الاتب وفي نفس الوقت يحفز لك الانزيمات متاع الاتب يرفع لك 3 صوديم تمام فالتوكا ياخدها التي سيكون هنا ويطلعها في الاتب وفي نفس الوقت الصوديم ياخدها ويرفعها للبلد تمام فهذا هنا قال الالدستيرون بياننج الوحي يكون الالدستيرون بياننج بروتين هذا في الكدني و الالدستيرون فنلقع الالدستيرون الذي يولد السنتزش عبارة الالدستيرون بروتين والدستيرون بروتين الكريس الذي سيكون عبارة صديم ترانسبورت البروشستيرون يدار في كومبتتف انهبش للالدستيرون بايننج بروتين فلو عندك الكمبيت ودي الديستيرون انتي الذي سيكون عبارة شي الديستيرون بايننج بروتين هاز ويك مينر الكورتيكويد اكتيفتي بتبت تعرف علاش أنا أول الحاجة الاستروجين بالأستروجين وللعلم حتى التستستيرون لكن احنا تتكلمه على الثيمير الاستروجين عنده ويك منيرال كورتكويد اكتيفتي يعني شني يخدم كالدستيرون بالأستروجين ديما عبارة عن هرمون ديما عاكس البروجستيرون مثلا يدير في كونتراكشن بهي هذا الاستروجين البروجستيرون لا يقولك انا ندير ريلاكسيشن وفي نفس الوقت مش هنا عنده ويك مينر الكورتيكات اكتفيت لا البروجستيرون الجيعان ده ويقول انا نخدم ضدك فعنده شني البروجستيرون تلقاه اللي وحيكون كومبيت ودي ألدستيرون بواننين بروتين بعدين عندك اللي وحيكون ريليشن كلها علي بعضها من ناحية اللي وذن سموها الرينين أنزيو تنشن سيستم اللي هو حيكون عبارة عن شني مثلا الرينين تحفز تمام تحفز من الجاكستا جلوميرولار سيلز اللي موجودات في الأفرنت متع مني الجاكستا جلوميرولار سيستم باي الرينين هذا لما يطلع يجيك اللي هو حيكون الأنزيو تنسينجن الأنزيو تنسينجن يخليه أنزيو تنشن واحد باي والأنزيو تنشن واحدة ده يمشي لللنغ يولي أنزيو تنشن تنين والأنزيو تنشن تنين هذا مهمتا يحفز لك الريليس متاع الألدستيرون وديلك حتى اللي هو حيكون Watery Absorption ودير لك اللي هو حيكون Sympathetic System يحافظه بشكل عام فعدوه هنا قصده انه او الحاجة الرينين يطلع باي الانزي تنشن واحد الانزي تنشن اثنين والانزي تنشن اثنين تيمشي تطلع لك اللي هو الالدستيرون والالدستيرون مهمتا اللي هو حيكون عبارة شيني بعدين يخدم الفنكشن بتاع اللي هو حيكون الالدستيرون مهمتا اللي هو يابزور بالصوديم والواتر from the urine عند اليو اكسيكريت البوتاسيوم ومعهم حتى الهايدروجين الماغنيسي تمام طبعا هنا نلقو اليو لما تزيد الصوديم والواتر تلقى البلد برشير زائد معك وفي نفس الوقت هنا زي ما قلنا اليو حيحفظ لك Sympathetic يدلك vasoconstriction فيزيد الضغط فاعرف انه حتى الالدستيرون يعتبر هايبرتنشن هورمون تمام الالدستيرون خار يعتبر هايبرتونيك هورمون يعني يزيد في الهايبرتنشن يزيد في البلد برشير الان اخذ الصوديم ثاني حاجة عندك اليو الرول من ناحية اليو الصوديم للبوتاسيوم نلقو اليو الآلدستيرون السكريتن أمتى يكون الألدستيرون السكريتن اكيدة لما ينقص الصوديم ويزيد البوتاسيوم ينقص البوتاسيوم تمام هذا اليو حيكون مبارشي الكوني اعتبر ليك one of the most important او ينقص اليو حيكون الصوديم الرول من ناحية الوليوم ريسبتور شو معنى الوليوم ريسبتر تمام الفوليوم بتاع الصوديم تمام تلقى لاو ازماتيك برشور هذا وين يتحفز الاوزمي ريسبتر باش يخض الصوديم ويرفعه اللي وحكوه للبلط فضرب البرشور تمام اندي اتريا بشكل عام يتكلمنا عليها ما عندك الاتريا رايت وليفتك فينز والاورتك ارش وكذا فيسبب لك اليوليد استيميليشن ما رشنا يريليس لالدستيرون والانتي ديروتك والانتي ديروتك تكلمنا عليها قبل هيعتبر حتى وعنده فوليوم ريسبتر وعنده الاوزماتيك ريسبتر تمام تاو عندك الليوح يكون الرؤون الادرينالكورتكوتروفين الرؤون المتاع الادرينالكورتكوتروفين للعلم هو يخدم ادرينالكورتكس يعني يخدم على الثلاثة يخدم على الزونة الثلاثة غلومريولازا غلومريولازا وعندك الفاسيكولارس وعندك الفاسيكولاتا وريتيكولارس تمام يعني نقول لهم غلومريولوزا فاسيكولارس رتيكولارس هذا الايكي محبش يجي اسرع لكنه كل واحدة مهمتا يخدم عليهم كلهم لكن ما اللي يخدم هنا على بشيغطيك الكورتيزون فعنده ويك استيميلاش المنير الكورتيكويد عنده ويك استيميلاش الألدروجين ويخدم حتى كانت تذكر على ملانوسايت استيميلاتنغ هرمون فمضوع مضوع الكورتيكوتروفين هرمون فأول حاجة اليوم من ناحية لو نتكلمه فننتكلمه عن الالدستيرون فنتكلمه عن الالدستيرون قالك Only drawing stress لدينا الكورتيكوتروفين استيميلات الي Peng Ьدستيرون يعني خلال المراحل الطبيعية يعني الجسم طبيعيًا لا يستخدمش لدينا الكورتيكويتروفين بيش يعطيك الالدستيرون إلا في حالات الي ويكون شني استرس تمام فهذا قالك لدينا الكورتيكوتروفين تزنط أفكت البيزل يعني البيزل الي ويكون النورمال لكن هوافر قالك الأدرينا الكورتيكو تروفين خائرة عندها PI-A- детей لما شن عندك يكون في النيد متاع مثلا في ستريس وكذا فنلقوا ان الفنكشن طبعا لي يحكون غلومریولوزا تبين يحكون منمي الأمانت يعني أمانت شوية من الأدرينا الكورتيكو تروفين لا يعتمدش عليه مائلي بهاي لاني يعتمد بروحك لي وأدرينا الكورتيكو ألديستيرون لو تتذكروا ما يعتمدش على بتيتريا لهاي بوتيلمس فيعتمد على صد فهذا هو عندك الميتابوليك افكت طبعا بتعليق لوكو كورتيكويد الكورتيزول لو تتذكر الكورتيزول شنقولنا عليها حاجة مهمة نسموه فيه الانتي هرمون ولا نسموه فيه الانتي هرمون هذا اللي دار لك ليو انتي اميونيتي انتي ألرجي انتي جروث انتي انفلميشن هذا يعتبر وانتي حتى ديفولطمنت من ناحية السكن هذا اللي واح يكون يعتبر شني هذا هو الهرمون وفي نفس الوقت يعتبر لك ليو شني يعتبر لي هايبرغليسيميك ومثل الوعلم لو زاد هلبا نسموه فيه الدوستيرون اندوسد ديابيتز يعني ديابيتز زيادة في السكر لكن قوز باشيني باي ستيرويد فانسموها ستيرويد اندوسد اللي واح يكون ستيرويد اندوسد ديابيتز的 تمام فهدي هي الفكت المتاعه طبعا لا نتكلم عن الكاربوهايدرات أكيد ده هايبرغليسيمك عندها أنتو إنسلين Vegї tick dyabiyte جينيك ممكن دير لك ليو حيكون ديابيتز باي من ناحية ليو حيكون الكورتيزولimportant عندها أنابوليك وعندها كاتابوليك كاتابوليك إكسترا هيباتك يعني خارج الهيباتك والأنابوليك في الهيباتك بشطنالك بلازما بروتين وكذا طبعا ليبوليتك وهذا ليبوليتك مسؤولة علي حاجة اسمه الموباليزيشن أوفات باي يعني مثلا تخيل انت الفات نرسمه انسان هنا باي نرسم يديك يعراض شوي تمام شوف انت يديك ادياش عراض باي لما يخدم علي الكورتيزون أعطيك أنا حقنا كورتيزون شوف شين يصير له متر انقوله تمام شوفت الفرق تلقى الفات متلا من القبر لمش نصير متلا لهنه باي هادي أول وحدة نقوله فات ترنك أوبيسيتي هادي لو جاي في الترنك باي في اللي يجي النك هنين سمو فاة بفلو همب لا مش بفلو همب بفلو نك يعني النك متاعها شين جاي عريضة في اللي تجي في ضهرة فتلقى كي ضهرة مقوس وفي زي الحدبة فنسمو فاة شيني بفلو همب هدا ففي البداية ترنك أوبيسيتي بفلو نك بفلو همب وفي اللي يجي في الوجه متاعها فتلقى كي مشدق فيسمو فاة شيني هنا سمو فاة مون فيس تمام فهذا هو من ناحية الكورتيزون هذا هو اللي بولتك اتكلم على كيدا هنا ان اكسس كورتيزول برموت الديبوزيشنين وفاة تمام اللي هو النورمال سايتس بفلو فيس اللي هو مون فيس بفلو نيك وبوفلو همب هي في الظهر وفي حتى الترنك باهي هذا ولي اكسس متاع الكورتيزول اللي دستيرون لايك اكشن علش اللي دستيرون لايك اكشن لانه مخوت يمه شوف انت هذا الجلومريولوزا باهي وبعدين الفاسيكولاتا وبعدين الريتيكولارس شفت هنمش هنا يطلع الكورتيزون قريب ليه فمن رؤية تلقى هنا في البداية عنده شوية يخدم كأنه الدستيرون فنقوله عنده شوية الدستيرون لايك اكشن باهي عنده انتي قلنا انتي شوف قداش نسموه انتي هرمونا شوف قداش انتي انتي انفلمنتري باهي انتي انتي شوك وانتي سترس وانتي اميونيتي انتي شوك وانتي سترس هذي تعتبر the most important effect علاش لانه بالدات بعدين لو خش الجسم في شوك من هو اللي بينقضه ينقض الكورتيزون تمام وحتى يخدم حتى انتي جروث باهي لانه نقصلك اللي حيكون في الكالسيم والديفلط من السنتزز متاع الكولاجين واسنش اللي حيكون اكشن متاع الكاتيكولامين علاش لانه هي تطلع في وهو يعتبر شني كأنتي شك فهذا يعتبر شني اسنش للكاتيكولامينز ودكريس للكولاجين سنتززز فتلقى ليوحيكون السكن تلقى السبكوتين السنتشي متاع تقربعة تمام هذا اللي كتبع الكورتيزون لو هيكي الله اكبر لانه في الشيط مفصلات كله فليقرم من الشيط وجاي راجع من الفيديو اقرأ هيكي وخلص مش الدكتورة مش مفصلة تفصيل الا لو شرحات بعدين نقول لها نشيب من شرحي ادقاء الله وعلم من ناحية زي ما نعفونا من ناحية كيف مش عالنا هنا بعدين عندك عندك يطلع من عندك يطلع من عندك يطلع من لو زادت هل بادرين ممكن تدير اللي هو حيكون عن طريق يدير تمام فهذا هو نعفونا اللي هو حيكون الرجولات اللي هو حيكون ايدرين الكورتيكوتروفين او الحاجه يعطوpor خيرهه ادرين الكورتيكوتروفين هو الرجولات البيه با كيف هو يعتبرner بولي بيبتعد تكيد بولي بيبتعد ويوvu يطلع من البيزوفيلي ويأخذ بالCAMP مهمتها من ثانية التي سيكون Structure and Fascularity لأنها من اسمها Adrenal Cortex وهي سيكون Adrenal Corticotrophin يعني يمشي الـ Adrenal Cortex ويأخذ معلها تمام؟ فإن تأخذك Stimulation التي سيكون Adrenal Corticol Hormone تمام؟ وهو Many Glucocorticoid Cortisone والSix Hormones وعندك حتى المنيرا الكورتكويت تمام؟ لك ميني الزوز اللوطيات لماذا الفوق إلى الالدستيرون لا لأنه زي ما نعرف أن الالدستيرون يعتبر شن يعتبر يخدم بروحة زي ما قلنا ABC لكن صح يخدم علىها شوية لكن هو ABC فنقوله independent من البيتيتري الهايبوتالة مكيكيد عن طريق الـ Adrenal Corticotrophin Releasing Hormone لما تدير اللي سيكون Stimulation اللي سيكون يزيد الـ Adrenal Corticotrophin فهذا هو Stimulation اللي سيكون Glucocorticoid عن طريق شنين يسمى مفايل Corticotrophin Releasing Hormone وتشتور من Stimulator Releasing ونفس الشي يخدم كورتكوتروفين تمام؟ عنده م gangเขين من بحضل مكسد ندخل من الهيبوتالة من الهيبوتالة ويعطيه في ميدنايت ودرينا انهيبت الريليس من الانطبال لماذا؟ لأنه يسيد المفايل لأنه يمكن أن يطلق لن يعطيه اين يتطلق هذا نسمى تمام بعدين عندك اليوه سيكون الفيدباك كنترول زي ما تكلمنا على مثلا اليوه سيكون من الكورتزون نفسه يعني الكورتزون ممكن ش نتدير تمشي للبتيتر يتقول انا قصت ادرينا الكورتكتروفين هرمون هذا يعتبر واحد من اللونغ فيباك ميكانزم فدو هاي ليفل غيوكو كورتكويدز اليو الكورتزون انهبت اليوه سيكون ريليسم تعمل ادرينا الكورتكتروفين و السنتززيز متاعه فليفل اففيدباك تمام اليوه سيكون تقريبا فيك كلمة شكل دكتورة مش كتبت هنا في الهايبوتالموس تمام ميلي في البيتيتر يجلاند تمام وقال لك هنا انا ندور الكلمة هذه انه بنتوقع عشان كاتب لكم حاج لخضطها شوية ديفل و فيدباك زي ما نعفو ميلي ليو على هايبوتالموس ويخدم حتى على شيني يخدم على البيتيتر يجلاند في أدري نفس الشيchild عبارة عن ديزيز اتكلمنا عليها قبل فانا بالراجعة على السريع عبارة عن أوتو امين ديزيز يتكسر فيه الأدرينا الكورتكس باي وتلقى الأدرينا الكورتكوتروفين فيه هنا عالية في الدم فتمشي ليو ميلانوسايت ستميلاتينج رمون كتتخدم كميلانوسايت ستميلاتينج رمون وتحفز الميلانين دي بوزيشن فتلقى عنده ليا برونز سكين وتلقى عنده ليو حيكون ديفكت من ناحية المينرال كورتكويد بما أن معاش عنده منرال كورتكويد والدسترولة لأدرينا الكورتكس متكسر فتلقى أول حاجة عنده هايبر كاليميا زيادة في الكالسيوم زيادة خصدي في البوداسيوم تلقى عنده أسيدوزز زيادة في الهايدروجين تلقى عنده ليو حيكون هايبوناتريميا نقص في الصوديم وهيبر ماغنيسيميا تمام ننبي حاجة واحدة بس إنه لما تكلمنا بكري توقلنا ليو حيكون زاد في الهايدروجين ولا فزاد في الأسيدوزز تلقى الغازات في الكالسيوم فممكن يسبب حاجة نسموها هايبر كالسيوميا أو لا فممكن يقول لك الأدريسون ديزيز ممكن الليوح يكون في شوية سينز من هايبر كالسيوميا لأن على خطر الليوح يكون إنكريس الليوح يكون في الأسيدوزز تمام الكوز متاعها زي ما كنا اللي أترف في من ناحة أدرينا الكورتكس بيوتو أميون أو إن الدستاكش الأدرينا الكورتكس بيشيني بالكانسر أو حتى بالتيبر كليوسز تمام في هذا هو the hypo function في الأدرينا الكورتكس المنفستيشن متاع أو الحاجة decreced في خاشتلك فيtrM الليوح يكون البوتاسيوم زي ما قلنا بكري لو زاد لو نقص البوتاسيوم يدير فيشيني يدير فيفكت في الملسط تمام تلك использوة البوتاسيوم and decrease the secretion في الكدني وطبعا increase اللي وحيكون الأسيدوس تمام لانه جاني نقص الhydrogen secretion متاعه في الكدني بالPathophysiology تمام عندك الأدرينا اللي وحيكون أدرينا كورتكو الهرمون لو زادوا هلبة hyper function أو لو صار لم hyper function لو صار لم hyper function عندها حاجة نسمو فال aldosteronism تمام في primary aldosteronism نسمو فالكونز والثانية secondary والكورتزول نعفو كوشنج عندك اللي وحيكون DHEA تديلك حاجة نسمو فاشني أدرينا وجينتل هذي اللي حيكون فيه سودو هرمون فرودوتزم والثانية اللي وحيكون اللي حيكون بعض اللي حيكون زيادة وخلاص باي فمن هنا طبعا قبل حتى الولادة السودو هرمون فتا قالك هنا الباثوفيسيولوجي يعني لو نقص هذا أديسون قالك لو نقص فيهم كلهم هذا أديسون باي لو زادت في كل واحد مثلا اللي وحيكون الألدستيرون هذا يعطيك اللي وحيكون الأول primary اللي ونسمو فيه كونز والثاني اللي وحيكون ألدستيرون بعدها عندك اللي وحيكون الكورتزون أو غلوكوكرتكويد هذا يعطيك الحاجة نسمو فاشنج تمام وعندك اللي وحيكون آخر حاجة اللي حتكون زيادة في الأندروجين فهذا يعطيك اللي وأندروجين ديس أوردر أو نسمو فاعل اللي وحيكون شني أندروجين ديس أوردر وعندهم أنواع توني تكلموا على تمام تقول المنفستيشن المنفستيشن اللي وحيكون عبارة شن اللي وحيكون الدكريس بتعلق اللي وي الكورتزون باي انت لما ينقص عندك الكورتزون مش قلنا هو هايبرا غليسيميك ديابيتوجينك فتلقى عندها هايبوغليسيميا باي هذي اللي وحيكون المست المنفستيشن متاع والأدرس تمام فأقول حاجة عندك هايبوغليسيميا عندها أنيميا علاش أنيميا هذي مش ذكرتها يا دكتورة مبكري لكن لما تكلمنا أنه أنتي إميون هو صح أنتي إميون باي لكن في نفس الوقت يدير في increase الاربيسي كونت وفي نفس الوقت ينقص لك هو في اليوكوسايت لأنه يعتبر شن يعتبر أنتي إميون لك الاربيسيم يدخل لاش يزيد فيها باي كوز مصل ويكنس علاش مصل ويكنس لأنه زي ما نعف عندك اللي وحيكون decrease الانرجي سورس متاع فنقص لك الجلوكوز تمام والفات لأنه يعتبر ليبوليتك هرمون باي هيبر كاليميا يعني يزيد اللي وحيكون في معدلات البوتاسيوم علاش يزيد اللي وحيكون في معدلات البوتاسيوم هذي بروح اللي تابع مني تابع اللي وحيكون decrease اللي وحيكون في الألدستيرون تمام اللي وحيكون decrease الألدستيرون فتسبب لك في شن طبعا اللي وفي skin pigmentation الخطر اللي وحيكون الأدرينا الكورتيكوتروفين تمام increase البلازما الأدرينا الكورتيكوتروفين ديو الليو حيكون لص في فيدباك انهيبشن تكلمنا عليها قالك هنه علاش لبرونزنج of the skin تلقى مور برمننط طبعا في اللايت اكسبوجر بسم الله تلقى الليو حيكون مور برمننط في اللايت اكسبوجر فتلقى الليو حيكون الزيادة هادي تمشي تخدم الليو حيكون كمين ميلانوسايت ستيمولاتيك هرمون تمام وديلك في برونزنج للسكن او دولي داركنيك تمام فدو عندك الليو حيكون انه اللص للفيدباك انهيبشن فتلقى الليو حيكون شني انه الادريني الكورتكو تروفين زايدة وتخدم كاكتيفتي ميلانوسايت ستيمولاتيك هرمون تمام المنفستيشن تاعا الليو حيكون دήكريس الأندروجين فلما ينقسم الأندروجين تلقى اللص الليو حيكون في بادي هير فهذا الولي المنفستيشن تاعا طبعا نرأ هادي للعلم تبع الألدهستيرون هادي تبع ليو حيكون الجنرال المنفستيشن وهذي تبع الاندروجين هي مفروض هذي مفروض حتى تنحط بخط داكن اكتر لان هادهم بروحهم هذي بروحة وهذي بروح تمام اديسون كرايسز اديسون كرايسز وكف نعال الجواه نفس الشي هي نفسها اديسون سندروم لكن لما تصير اليو حي يكون اكيوت فجأة تمام لما تصير فجأة نسمو فها كرايسز اليو اكيوت ان سيفير اتاك فلما يقول لك اليو الكرايسز السهلية اليو تعتبر لك اكيوت او اليو حيكون اكيوت لا تعتبر اليو حيكون اكيوت تمام لايف ترتنين فشن تدير الاول حاجة تعطي يو حيكون اي في غليكو كورتيكويد علاش اي في غليكو كورتيكويد باش تنقص يقدمين الكورتكو توفين هرمون اي سي تي اتش وتعطي گلوكوز باش تعالج الهيبو كليسيميا وتعطي يو حيكون في الواتر يأبزورب شميه عن طريق الفكتوفى الدستيرون تمام لو عندك الالدستيرونيزم ديكبس تمام عندما يعيش بالألدوستيرونيزم بعد ذناء زيادة ليوع حيكونها في الأماغ وفي الألدوستيرال فأكيد هنا تلقى العكس تلقى عندها هيبر نتريميا وزيادة في الصديم وزيادة في الوتر لكن كان normally بالبوتاسي وهابو وايبو الوايبو ماجليمجيا وكان 그다음 هائدروژين وتلقى عندها المقرب الالكنازوس هذا المقرب يسبب للقيő حيكون المقرب الكنازوس تمام؟ طبعا� time Per is secondary reasons ولكن عندما الألكنازوس نقصلك في الكالسيم فممكن تخلفه شني في التيتاني فواحد من الأسباب اللي هو حيكون في التيتاني يمكن زيادة في الالدوستيرون اللي هي الالدوستيرونيزم تمام فهو الحاجة عندك الـ primary هذا نسموها cons بايدكوز اللي هو حيكون بايدينومة أو هيبربلاجيا طبعا اللي هو حيكون في الزنم بتاع الـ glomerulaza نفسها يرليس للمانيرا الكورتيكويت منفستش متاع هايبوكاليميا زي نقص البوتاسيوم هيبرنتريم يزيادة في الصاديم الكالوزيس اللي هي نقص الـ pH زيادة في البيتش نقص الـ hydrogen ion concentration لكن الـ secondary اكتر شاي اللي هو حيكون عن طريق حاجة نسموها الإديما تمام ليكوز اللي هو فرايتيز على شني على حسب اللي هو فرايتيز هو في ديمة فممكن هارت فييرلر نيفراتيك سيندروم هيباتيك سيروزز توكسيميا برغنانسي باي شني تسبب لك اول حاجة الإديما ديلك في اسكيميا في الـ renal vessels وديلك شني في رينال ديزيز هذا باشي اللي هو حيكون في ديفكت وليفر ديزيز ما عشي يقدر يدير دي اكتيفاش الـ aldosterone باي تمام هادي من ناحية هادي خلاص ليتم ما في علامات تانية في الشيط موجودات لكن الإديما لما تزيد تضغط عليه عشاني على الـ renal vessels فديلك في اسكيميا اديلك في رينال دامج ولم يصير لك اللي هو رينال دامج هذا وين اللي هو حيكون شني يصير لك اللي هو حيكون ديفكت في الـ aldosterone بعدين عندك اللي هو liver disease liver disease ما عشي يقدر يدير دي اكتيفاش الـ aldosterone تمام بعدين عندك الكوشنج سندروم هذه اللي هي زيادة في الكورتيزون تمام ففيه primary وفي secondary الـ primary نفس الشي عندك اللي هو الـ adenoma متاع الزون في السيكولات اللي يطلع منها او ان اللي هو حيكون عبارة عن شني زيادة في الأدرين الكورتيكوتروفين من الـ anterior اللي هو حيكون بتيوتري معناه ممكن الـ adenoma hyperplasia من اللي هو حيكون الكورتيكوتروفك سيلز اللي هو في البيتيتري جلاند بقى الميتابوليكا فكت تكلمنا على الميتابوليكا فكت تكلمنا لما تكلمنا على الفات metabolism redistribution فأول حاجة عندك اللي هو حيكون normal sight تمشي مثلا عندك اللي هو حيكون تلقى أول حاجة thin limbs تمام اللي هو حيكون upper and lower limb تلقى الميتابوليكا جلطي الـ مثلا في الفات المون فيس في النك وسبرة الميتابوليكا بوفلو نك وعندك في الـ بوفلو همب وفي حتى في مفروض هنا في حاجة متع وبسيتي ايو اليومين اللي في الترنك تمام اليومين اللي في الترنك فانسموها الترنك الوبسيتي تمام بعدين عندك الليو حيكون الكربوهيدرات ميتابوليزم ببعنى الليو حيكون عندك الليو حيكون الكوشنج فناقص عندك الكورتيزون فتلقى الليو حيكون قصد يزيادة عندك في الكورتيزون فتلقى عندك هايبر غليسيميا تمام هذه نسمو فرانك ديابيتز میليتز أو نسمو فرانك ديابيتز نفس الشاي لكن اسمه الثاني فرانك وهذا المهم من الإسم أي ذلك الخراق هذا Bank.هان لا يكسر منع البروتين. من ناحية البروتين البروتين ان البروتين ان يكون استفراو. مع ه ranked Brand يجعل في حاجة اسم ما اسمه وهي هو Hyper calcemia ما يكسر البروتينdrациب للبوتو حنكabel. هذه هو من ناحية البروتين ان يكسر سرطة ان يضفع كالسيم للربوت�로 يكسب ان البروت عبر riders destronis merít strongViewt datum يكون حقور达 كالسيمية وه يتعز في L-ek поэтому بشكل عام. عند شوية منيرال كورتكويد لك اكتيفتي زي ما قلنا يأخذ زي بعض لنا ليما يقرب من بعض فممكن يزدال لك فيه هايبر نتريميا وهيبوكاليميا. عندك الليو انكريس للاندروجين لنا زي ما قلنا الليو حيكون اصلا في نفس الريجن الثلاثة. يعني هو جاي في النصف اكيدة يخدم زي هذا شوية يخدم زي هذا شوية يعني ممكن يزيد الاندروجينز فتلقى هيرتزم هيرتزم تلقى الليو حيكون في الفيمال وعندك هناليو عنده شوية منيرال كورتكويد لك اكتيفتي فهذا هو مسكين عنده هناليو حيكون ترنكاليو بيسيتي باي مغير عندك ترنكاليو بيسيتي تلقى عنده بفلو يومون فيس باي عنده شوية غينيكوماستيا لكن لو كان في الميل فتقدر تقول ان هذي واحد من ساينز متاع الكونز سندروم باي هذي اه مش موجودة في الشريط متاع الكلية باي عنده الليو حيكون سينيسر هايبر غليسيميا باي سينيسر رتبلت على خاطر هايبر غليسيميا هذي مون فيس باي عنده ايديما باي ثن الليو حيكون اللم تلقام رقاق باي عنده على الشد عكوز لان عنده استيو بروزيس باي عنده المسكين الليو حيكون بيربل استريا طعا هنا باي طبعا الليو حيكون في الفيميل امنيوريا هيرتزم ثن الليو حيكون سكن الليو حيكون بروزيس وبيتيكيت هذي الليو حيكون على خاطر شني هذي على خاطر هاي هذي مكتوبة على خاطر البربل استريا هيا عنده اصتي بروزيس زي ما تكلمنا عليه تمام فتالي الليو حيكون عبارة شني ينكريس للفراكشور تول عدرينوجينتل تمام من ناحية الليو عدرينوجينتل في الميل والفيميل خنركزوا على الفيميل اكتر لانه الموست اللي امور امبورتن من ناحية المنفستيشن لو كان قبل البرث زيادة في حاجة اسم الاندروجين اللي من الكورتيكويد ونعفنا لتمشي ليفرتولي تستستيرون يعني زيادة تستستيرون في الفيميل خطيرة قبل البرث لانه ندير حاجة اسم السودو هيرمافروديتزم يعني تلقى الليو حيكون صح في أوفري لكن الباقي يعتبر الدفكت لدرجة انه يولي شبه ميل جينيتالي للسيستم فتلقى اول حاجة الليبروميجورة تلقى اللارجد لايكسكرتم الليبين مونورة تلقى أتروفيك挑تروس الهونجون تلقى الليو حيكون الفيجانات دنتسندد تلقى الليو التيوب نفسهم صارم اتروفي هادم الليو حاجة اللي تلقى تمام فتلقى الليو 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 حيكون الميل إكستيرن الجانيتالي من ناحية الليو حيكون الدفلوب منت او في هل هناك تصوير الوجود أوه لا هل هناك تصوير الوجود في جميع الوجود ومسكيلار تستيستيرون والمسكيلار في الأدلطود لو صارت في الأدلطود نسمى مفاعل في فيريلزم فمن ناحية لو صارت في الأدلطود سيكون عبارة شين يبدأ في الأدلطود ايضا هو تبعيه التستيستيرون و الاستروجين الاستروجين ينقص في السقالب تمام فهذا هو يعتبر اللي هو حيكون فرنطال اللي هو حيكون بولدينج تمام وديبنج للبويس أمينورية طقو في الوميسرال سايكل أتروفي في اليوترس والبريست وعندك اللي هو حيكون عبارة شنيه الهايبر اللي هو حيكون تروفي لفليترس وعندك هومو سكشوالي تمام فهذا اللي هو حيكون اللفكت متاع في الفيميل الميل اللي هو حيكون لو كان بفور البيرث نسمو فاها هذي مش موجودة في شيء الكلية فندير شوي شوي نعلموها تمام اليوم انسى مفاعلية مايكرو آآ جينيتيسيميا بيركوس تمام لنا اليو حيكون آآ بفور البيرث تقريبا مش مو مش مدكرينة هلبة في الشيت فامتاع الكلية تمام لكن بشكل عام هو بمنا زيد الدستستيرون تمام ففي التشالدهود تمام هنا وبيفور البيرث لكن في التشالدهود في التشالدهود نعرفوهم سهلة جدا في التشالدهود اول حاجة تلقى بريكاشيس بيبرتي تمام والعلم بعدين مناخده اللي هو حيكون في المال ريبرودوكتوف سيستم انه في حاجة اسمه بريكاشيس ترو بيبرتي وفي حاجة اسمه سودو بيبرتي يعتمد على البيتري غلانت لكن هنا قال لك انه شني هنا اللي هو حيكون سكشول ديفولبمنت فتلقى انلارجمنت للبينيس لأبيرنس لبيبك هار هارات ايرلي ايج منسموها يعبر عشاني بريكاشيس سودو بيبرتي علاش بريكاشيس سودو بيبرتي لان القنادوتروفين ريليسن هرمون او القنادوتروفين هرمون بشكل عام القنادوتروفين هرمون نقصات او مش نقصات يعتبروك نورمل الزيادة بس في التستيستيرون لو زيادة بس في التستسيرون نسموها سودو لو كان الزيادة في الزوز نسموها ترو فليوا حكون بريكاشيز ديفولت من تكيدها في السكندري وداوت اللي هو حكون تستيكيلر جروث علاج ولاوت تستيكيلر جروث لانا يعتبر شين يعتبر سودو قاعد اللي هو حكون ما فيه وشتبيرم بروداكشن طبعا فالأدولتود اللي هو حكون اليو حكون المسكرете تزيد بس دهو من ناحية هذه الحاجة وحيدة اللي عندنا من ناحية الزيادة انه بفور البيرث حاجة نسمو فا ماكرو جينيوتوسيميا ليو حيكون بيركوكس ماكرو جينيوتوسيميا جينيوتوسيميا بيركوكس بيركوكس قصدي تمام فهذا ليو حيكون الحاجة الوحيدة الزايدة الباقي كله يعتبر ليو حيكون نفس الشي الفرق ان هنا ردبالك من السودو وانه ردبالك ما فيش تستكلر ديفلوبنت تمام هذا الادرينا الكورتكس نفس الشي هذا ليو حيكون رسمة توضيحية لكن متكلموا توع الادرينا الميضالة لانه شوف هنا ليو حيكون هذه عبارة عن شيني هذه عبارة عن بريغانجليونيك ماشي دير في جينجليا شفت هذه كلها موديفايد جينجليا ما فيش اكزن باهي ما فيش ليو حيكون ديندرايت طالع منها فتعتبر شيني موديفايد جينجليا ليو حيكون النور بنفرن تمام هذا هو فمن البaven ravin النور بنفرن النور بنفرن النور بنفرن البذن باي لكن البنفرين اكتر شي ميتابوليك فيعني هذا مهمة رائز البلد براشر وهذا مهمة يعتبر هيبوغليسيماك اكتر كيف تبي تحفظها اعتبره كأن واحد يعيط لا بيصيخ جو فيزيد البلد براشر فالبنفرين يعتبر الميتابوليك يزيده في السكر تمام ديز هرمون زي ما نعفو اللي يحيكون في كروموفين جرانيولز في الهيومن 80 في المية يعطوك البنفرين 20 في المية يعطوك اللي يحيكون نوربنفرين ديز تو اللي يحيكون سمو فيه مشيني كاتيكولامين لأن نفس الادرينالين والنورادرينالين كيف نصنعه طبعا بايو هدي تايروسين تايروسين هيدروكوسيلاز يولي دوبا بعدين اليو حيكون يولي دوبامين بعدين عنديك اليوة النوربنفرين لبلبنفرين وتمت هذا الدواء طبعا ممكن اليو يحاول أصلا من تايروسين الفينالالين بالعملية وطبعا هنا يمكن يصير لكي في مايوه حيكون في نالوا كيتو يوريا فاخر ديفي ذي أصبحية دافكت في الفينالالين هيدروكوسيلاز طمام من ناحية اليوارل ميتابوليز cambian من عفوهم اليو نسموها ماء وكمت يمثال امين اوكسيديز و عندكي يمثال اليو نسموه اليو نسموه اليو نسموها الكاتيكو اوinteال ترانسفيريز تمام فهذا و عندك اليو او ميتايليشن اليو الراب وهناك مهمة متانفرون و نورميتانفرين وهي الوضع جيد لسل الجانب و يصبح الأسطول لكن هناه مونوامينوكسيداز وهذا سيكون عبارة شيء سيكون الوضع طبعا في وجودها في الخلايا الميتكنديريا بشكل عام وهذه ستكون ماندلك أسد يمكنك المنزل في اليوران فواحدة في الليفر و الكدني مالي هذا سيكون فاست ميتاريليشن تمام في الليفر والكيدني هذا اللي هو fast methylation اللي ينسى مفاكتك أو مثال الترانسفيريس لكن في الميتوكنديريا بشكل عام المونوامينوكسيديس بشعطيك اثنين اربعة اللي هو حيكون هيدروكسي داي هيدروكسي منداليكانسر تمام السكريشن متاعه زي ما نعفون الكاتيكولامينز بقى الترانسفورتيشن اللي هو حيكون متاعهم تمام ميلي كده اللي هو دروينج سترس تمام الالام رسبونس بكافة اللي هو حيكون أطل أصلا يطلعه والحاجة عندك نيورال ديسجارج مثلا عندك باين كولد هادم كلهم يسديرك استيميلاسي للسيموتاتك دي كريس متى في البلد برشر نفس الشي يدير لك السيموتاتك باش يزيد البلد برشر دي كريس البلد فوليوم يدير لك اللي هو حيكون السيموتاتك باش يدير كونتراكشن الميني لو تتذكر فها في الانترو كابسول الكابسول اللي متاع مني متاع سبليا باش تعطيه قداش نصلي ترمي الدم طبعا ايموشن اكستريم انكزايتي وكده ممكن تخش حتى في انكزايتي اتاك ايموشن ممكن يصلك ايموشن اللي هو حيكون فينتين وغيره جينج اللي هو في الكاميك الكمبوزيشن اللي متاع البلد مثلا هايبوكسيا هايبوكسيا تسبب لك اللي هو حيكون في شيء استيميلاس اللي هو حيكون لهايبر فانتوليشن والانسولين اندوس تلك هيبوكلي سيميا لامزايات الانسولين هلبة قسم السبكير في السميلات اللي هو سامباتهاتك باشي اعتبر что اللي هو حكون بنيفر النوربريفرانستاملات معامل القوغان فديلكalog هي هايبوكلي سيميا والدرغز اللي هو حكون انتكولين استيراز الاند اللي هو حكون عبارة انجلون استيملاس شمعت انتكولين استيراز اللي اللي ي 엄마ammati معقول انزام ينسموه كولين استيراز هذا اللي هو حكون يجيل الاسيتال الكولين الموجود بين التو ومتلا اهم يما انز trails سيناب تكنوب وهنا مثلا لي وحكون ديندرايت باي السيطاء الكولين استيرازة هنا يجي يكسر لسيطاء الكولين ومعش يخلي يخدم هلبة هنا فلما تكسر انت تخلي مور ستيموليشن يصير ومور دستشارج اللي وحكون او ريليس اللي وحكون الكاتيجول المينز تمام تمام بعد عندك اللي وحكون الميكانيزم متاع الاكشن تمام اللي وزي ما نعرفونا ريليس اللي وحكون البريغانج اليونيك لنزي ما قلنا موديفايت سمبساتي الجنجليا تمام مهمتا اللي وحكون لسيطاء الكولين اللي وحكون البريغانج اليونيك اول حاجة عندك اللي وحكون الكالسي ميخش للميدالة اللي والغانجليا تمام بعدين اللي وحكون باين مع السيكريتوري جرانيوز وارليس نفس الشيء بالضبط انت تخيل هذا نيرون باي هذا بريغانج اليونيك بعدين فيه صينب تكنوب بهكي وهنا اللي وحكون موديفايت جنجليا باي امتاع الميدالة وهنا في السيكريتوري جرانيوز هنا طبعاermo chi wars频ه القليص يخبشذiedك لاستجل السيتبالكولين لاستجل السيتبالكولين بعدها يباند حتى الويشيشيبتور بيش يدخلك كلjoy자는 وانا يطالعي كنه ما هي حيلك للأبنفرنه يس 한번 نوربنفرنن تمام مكنزم في البداية الكالسيم يدخل هنا في طالح فيك لسيطالكولين لاستطالكولين باند للريبتورة هنا بيش تكلم حتى نوى من جديد الكالسيم يدخل و لما يدخل يدير تخص الويشيب ويدخلين جنه للغرانيول فيها بتاعهم بش يطلعوا في الدم وهنا يعطيك اللي وحاكون الابنفرن والنور ابنفرن اه اعطيك اللي وحاكون نور ابنفرن اه فيش فيش مصاحبش نور ابنفرن تمام تمام الكون توا الكاتيكولامينز ما فيش حد نيعرفش الخدمة متاع الابنفرن نور ابنفرن مثل الكاربوهايدرات التأكيدة يعتبر هيبرغليسيماك فانكريس اللي وحاكون جليكو جينيلايسيز التكسير متاعه اللي وحاكون من الليفر وغلوكو نيوجينيسز يعني التكسير في الأماني أسد والفاتي أسد باش نصنع السكر تمام فهذه كريس اللي وحاكون جليكو جينيسيز لفورميشن في جليكو جين خطر stalk 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 بقى اللي بدأ كده اللي وليبوليتك انهاز البريكداون اللي حيكون التاقبش يرفع الليفر يديل كيتون بادي ويديل كشيني فاتي أسد اوكسيديشن وغلوكو نيوجينيسس تمام فطرف على السيركوليشن اللي ويليتايزد باي شيني اللي حيكون الهارت والمصل أزافيول طبعا اللي والهارت ياخذ هلبة في فاة العلم والمصل حتى وياخذ فيه ويقدر اللي وحيكون يستخدمه لكن اللي وحيكون ومين اللي يمشي وين يمشي للليفر السيركة اللي سيكون عن الفموثيون Reallyありがとうございました واضح ه risks يزيد اللي لك قريvisor ويقوم بتأخذ if your psychic PTSD فيزيد معها اللي بد atomic pressure يزيد الاليضيت انه يزيد الميتابولجم تمام اللي يسكد تو pressedresso لغلوك كما كانوا عشان مايناعف عندي لختلاء اللي وحيكون existence ماان في المنفس التسطن مش دير اللي يمكن حول الامنál انتستن ريلاكسيشن لكن في نفس اليوم التسطن الحانس كونتراكو نلسل في البرونتكاية قالوا ان لكم مثلا يا ربونتك Ni اني ثمي قولناً Broncho Dilation وفي ال GIT نفس الشي ويضغط ويطلع لك في هالباريليس اللي سيكون الأدرينالين فالمنفستاشن أكيد التاكيكارديا وبلبيشن اللي سيكون يبدأ الجسم اللي عنده إريتيبليتي هايبرة تنشي زيادة في الضغط اللي نزيد في الارتيريا البلد برشر هايبرغليسيمي لأنه يعتبر لك هايبر أو ينسموه فيه هايبرغليسيميك وعندك ينكريس الباسيك ميتابوليكريت لأنه أصلا السكر زايد يريد يتعامل مع الجسم الدايجنوزس بتشوف الأماتو في اللي وحيكون الكاتيكولامين في اليورين بيردي لأن اليو حيكون عبارة شيني طبيعي تقريبا من قداش اليو حيكون من عشرين لمية فلو زاد اليو حيكون أوفر تلاتمية تلقال اليو حيكون șني عنده اليو حيكون عندها نسموه فيه شنوه سيكون عنده زيادة في الكاتيكولامين بعدين بتشوف هالسسبب اليوتيمر لأنه يخص شيثا محيط ليتلك مجرية himак backs زيادة اكتر من 300 ميكرو جرام بردي. تمام. تماما خشيئ اللي هو حيكون البنكرياس. البنكرياس تكون لك اللي هو حيكون من Long Island of Langerhans. اللي يتكون لك اللي هو حيكون عبارة شين داخل وبتويل اكزوكراين بورتن البنكرياس. وتكون لك من سلز لما الفا بيتا وعندك اللي هي دلتا والبي وفف سلز. فالالفا او الحاجة 25 في المية تدير كله الغون. البيتا 60 في المية تعطيك انسولين. وعندك الدلتا اللي هو عشرة في المية برودوس سوما تستاتين. اف او بي بي يصلى عندك البنكرياتك بوليبيبطايد هرمون. تمام. لاني حاجة عندك ان اصلا ترانسبرتيشن متاعهم ان الانسولين هل ترانسبرت اللي سيركولات فري ولا ولا باوندل. اكيد اللي هو حيكون فري لانه ما هوش استيرويد هرمون ويعتبر اللي هو حيكون شيني. اه ما هوش من استيرويد درمون. تمام ياتف بutzمdefined طبعا انسولين بيحاجة 위해서 مهام اللي حيكون جلوتيشيون ثران هايدروكسيليز في اللفر تماما ليه جي تي اتش. تي تي اتش. جلوتيشيون. tras هادرولايز. عندك بروتيليتك انزام انسولينيز اللي وحيكون عبارةродين في اني تيشيو الليفر. يعني الليفر عنده خاصية معينها بروحة لليه جي تيتشي اللي uve حيكون غلوتيثيون. عگio كإتحافةabаете leftosio turin. عندك اللي هو يكون في نوع التشيو ثاني بلس الليفر عنده حاجة اسمه انسولينيز اكيد في الكاربوهيدرات يعتبر لك اللي هو هيبوغليسيميك ان قصله في السكر يرفع لك السكر للتشيو هادي رقم واحد وفي البروتين اكيد انابوليك وفي الليبد اكيد هو يعتبر فانكريس لاندري في الليفر يكون انتقاله السكر يكون عندي اكسدشنه في لكوز يعني كوزلجليكولسس بها كان ق ليس بشيو انكريس لجيو كويزة في المسل وديكريس لجلو كوزة المصر وتلقى تلقى الزسابة وهذا التكلم على الزسابة في البيو ولا لها التلقى في البيش انسولين ما نفعله في مونيتورينج معه للبوتاسيوم لكي نرى مرات لي وحيكون شني لنا الانسلين يرفع لك البوتاسيوم لداخل الخلية فلو اعطيت هلبة انسلين انت مع الوقت ممكن يخش في حيبوكاليميا ويعتبرتها خطر لان سبب لك في شني الرثمية ويدخلك لي فيه في الهارت اخر حاجة الفات ليو الايبوجينياتيك انكريس الايبوجينيسيس تمام بدونك قصلك ليو الايبولوسيس تمام وصينيرجيتك لي اكشن هي حكون نتغروث هرمون اكيد مع الهارت يخدم لان اليوى الجروث هرمون مهمته اليوزيد لغلوكوز بعد الانسلين يطلع اليوى حكون باش يرفع لغلوكوز هذا تمام قلك هنا ينكريس اليوكوز زيوليوزيزيسيسيس اه تمام هنا الانسلين يعتبر انكريس اليوى الجلوكوز زيوليوزيزيسيس في معظم التشيو لكن في تشيو لها زي الليفر زي البرين زي الاربي سيز تمام هادم يعتبر لأنه أحد من التشيوز الذي لا يعمل عليهم طبعاً اللي هو حكي لغلقوز يزيد في السكن والسكيلاتر والهارت والأدبوز لكن لا يزيد شيء اللي هو حيكون في البرين وفي الليفر وفي الارباسيز والرينال تيبيول والانتستنت لكن لما تتكلمني على الليفر بعدين بروحه لا يوجد فرق بين الوليوتايزيشن اللي هو حيكون شيني الفورميشن او في الجليكوجين لا يدير في الليفر لا يعمل في السكن والأبتيك لكن الناس ينبهث في جليكوجين ي센 myofdi لم اسم لعائك بلد� worldwide والنسولين لا يعمل في السكن والسكن والبراين والركي والرينال ونتستن لكن عندما يضغط ول放 самых غافر لا يعمل في السكن يعني في السكن والالجليكوج evacuate في الانسولين والأكيد مع الناس ولكنيرعد المنج على السكن هذا يظهر هو توجد انسلون أي ضهر وضع في بالتوظ وفروكتوز ويزهر حتى توجه انسلون المالي والمالي والمشناع يسمى فيه أرجينين والتيروسين كل مالي والتيروسين يزهد ترك الإنسلون لذلك قد يصدر تسلم الإبتكات ويصدر تأكد انبوليزم لأنه يظهر انبوليكا بروتين والجي اي تي هرمون زي الجاسترين والسكرتين والسيكا والجي اي بي هذا لا يعتبر في استملاح الانسولين لأنه عندما يظهر الجسم في الانتيرو هرمون يعرف ان هناك هضم يعني زيادة في الزكر فالانسولين يزيد في البداية تحسبا وطبعا الكلوغاغون والقروث هرمون والكورتيزول يزيد معا من الانسولين باش يعاكس الخدمة متاعهم وبرس مباتاتك بشكل عام ولما يصير فيه دكريس بالصوديوم علاش لان الانسولين يا دكتورة مش كتبتها هيكي حرفيا لك الانسولين مهمته انه يفعل لك اللي هو حيكون الصوديوم بوتاسيوم بامب يعني لما يكون لما الانسولين شوية تمام انسولين شوية ما عشي يدخلك في 2K داخل ويطلع لك ثلاثة صوديوم بره لا ما عشي الخدمة هذه تكون هلبة لكن لما يزيد الانسولين تدخل في 2K داخل يصير لك هايبوكاليميا وفي نفس الوقت تدخلك يطلع لك ثلاثة صوديوم بره ويصير لك هايبرناتريميا فلما ينقص الصوديوم هذا استميئة الانسولين باش يخدم للصوديوم بوتاسيوم بامب اكتر وهذا طبعا لي واحد من دراجز اللي سلفاناليوريا زي اللي وحيكون طول بيوتامايت طبعا الانسولين يزيد بالهيبوكاليميا في الفاستنج بها مش يزيد خصلي انهيبتد انهيبتد اللي وحيكون بالفاستنج علش تدير الانهيبشن بالفاستنج اللي هو هايبوكاليميا الليسيميا انت بتنقص الصكر اللي هو اصلا يتفعل بها الانسولين باش يدير الانسولين سوماتستاتين يعتبر لي عبارة عن هرموني نقص لك اللي هو تقريبا او يدلك في الانهيبشن لأي حاجة جنبه والسباتاتك السيميولايشن علش لانهي تدير في السيميولايشن والدكريس اللي هو حيكون في البوتاسيوم علش لان لما تنقص هلب البوتاسيوم تمام نلقونا وهذه يخدمة الانسولين نقص لك البوتاسيوم من البلد فيعتبر حاجة من اللي تنقص من الانسولين انه نقص البوتاسيوم هلب ففي البداية النقص الصادم يسبب لك اللي هو يكون في استميليشن الانسولين ونقص البوتاسيوم يدير لك العكس بعدين لديك الديابيتيز لديك الكاركتيريزيشن طبعا هايبرغليسيميا بوليوريا وغلوكوزيوريا والديروسيز يعني غلوكوز وغلوكوز الضيادة في العطش لانه ينقص الوات الرس واندك الديهيدراشن فهذا ينقص الديابيتيز واندك الكارديكاتبوت ينقص اللي هو سيكون الانتريال واندك واندك موضوع تمام بعدين لديك اللي هو سيكون انقص كتابوليزم هذا من ناحية هذا اللي هو سيكون في فتلقى امينو اسد تلقى في البلدنس ويصد ويصد همانات في الورين ويصد واندك الجلوكوز لديك الامينو اسد وطبعا حسنا جراثة لديك انسولين لا تستطيع تصنع بروتين فتلقى الامينو اسد في البلدنس ويصد يصد لديك ويصد في الورين لا تستطيع بروتين والليبوليزم نفس الشيء يزيد لانسولين خير في البلدنس في البلدنس في البلدنس وعندما يستطيع تصنع في البلدنس يصد كيتون فتلقى كيتونييميا في البلدنس وكيتونيوريا في الورين كيتونيوميا كيتونيوريا متابوليك اسيدوازس عن طريق الكيتونيوميو عندك يصد بالفاتي اسد والكيتونيوميا سيكون عبرها في الوعي بعد التصوير هذا هذا أنسول في ميليتس في الطائب 1 الذي سيكون اسمها insulin dependent diabetes ميليتس وهو هذا اوتو اميون يكسر لك اللي هو البيتا سيلز اللي يطلع له في انسلين والطائب الثاني اللي هو يعتمد على شين يعتمد علي decrease amount of receptors او اللي هو sensitivity متاع الريسيبتر هذا طبعا كورسة children destruction of beta cells طبعا فارل autoimmune insulin secretion is nearly absent هنا طبعا after age of 40 اللي هو insulin independent ما اعتمدش على الانسلين تمام decrease which is sensitivity and decrease which is about insulin receptors ثم لديك hyperinsulinemia نفس الشيء اللي هو حيكون لما زيادة في الانسلين ممكن اللي هو عن طريق adenoma في البيتا سيلز متاع اليالسوفلانجر هانز ممكن اللي هو حيكون الانسلين لما يزيد هلبا يطلع لك الcharacterization متاع الي هو حيكون يدير في هلبة ابتاك للشغر اللي هو يدير له hyperglycemia excessive sweating irritability وعندك اللي هو حيكون ممكن يطلع لك برمنز بعين دامج الغلوكاجون نفس الشيء اللي هو حيكون يعتمر زي الانسلين لكن معاكس ليه في الفنكشن فأول حاجة للعملات في السل يخدم بالCAMP مهمتع الكربوهايدرات يعتبر hyperglycemia هي بيزيد السكر فهيدير في جليكوجينولايسيس و اللي هو حيكون اللي بدأ كده الايبوليسيس يكسرها باش يرفع الفاتي اسد لغلوكو نيوجينيسيس فانكريس الفاتي اسد وانكريس الكيتون بادي فورميشن ادار افكت طبعا اللي هو حيكون هدي نسمو فاهم مسج با انكريس المايوكارديا كونتراكشن اللي هو حيكون السكرشن اوف بايل والغروث هرمون واخر حاجة عندك اليو غاستر كاسد سكرشن ما هي الحاجات التي تزيدها الهايبوغليسيميا علش تزيدها باش يزيد اليو السكر عن طريق الهايبوغليسيميا كفاكت متاعها ثاني حاجة انكريس حتى في البلازماء مينواصد للاح حتى يدير في ابتكلا مينواصد للعلم بايل والجي اي تي هرمونز لكن مشكلة مع القاسترين والسيسيكا لانا بعدين يشوف ان السكرتين يديرها في انهيبشن هذا استيميلات القاسترين والسيسيكا مسكولي الاكسرسيز حتى ينقص السكر ويتحفز الجليكوغون والسماتتك فالديكيس هو هايبوغليسيميا والديكيس أمينواصد وعندك الهرمون السكرتين فالنبكري في الانسولين قلنا كل يزيد بالقاسترين واليوحة يكون السيسيكا والسكرتين هذا من كل ما يزيد بهم في الانسولين لكن في الجليكوغون القاسترين والسيسيكا يزيد بهم لكن السكرتين ينقص بهم تمام بعدها لديك السوماتوستاتين لعرفها اللي يرليسد من الدلتا سيل تمام يعتبرك بوليوبتايد وعنده كيميكال فيتشر مهمتها انهيبتوري تمام الليوحة كل اكش متاعها مهمتها انهيبتوري طبعا السكرتين من الهيبوثلموس وحتى من البنكرياس السوماتوستاتين يعتبر في الهيبوثلموس كجروث هرمون كجروث هرمون أو نسمو فاسوماتوستاتيك هرمون وحتى هنا نفس الشيء اللي هو في البنكرياس يدير في انهيبش الهرمونات اللي في جنبه فملطم اللي انهيبتوري يسمى انهيبتل اللي سيكريشن غلوكاغون والانسولين ما عشي طلعهم ديكريس الموتيلتي متاع السوميكي نقصها حتى ديوتر ميجال برادر وحتى السكرتين ومتاع الابزوربشن فيعني بشكل عام اللي في جنبه ما عشي يخليه يخدم يعني اللي يطلع عنسولين ولا غلوكاغون يمشي حتى للجي اي تي يقول ان اقصلي حتى الموتيلتي بعدين ان اقصلي حتى السكرتين والأبزوربشن خلصني حرفيا ما يخليش حاجة تخدم ويمتلك الت inspire اكتبت النسولات والمCD على سماتوستاتين ليس سماتوستاتين Across glucose ثم الوهences نفس الشيء تاختيب ثم ثم بعدين تواخر حاجة اللي هي حتكون بلد غلوكوز ريجوليشن اللي هي حتكون الحاجة الليفل النورم من 820 باية لكن ممكن اللي هي تصل من قداش اقل منها 70 لحد متاعه او 150 على حسب الميل تمام فريتشينغ 150 هذا اللي هي حتكون في الفيرس اور بعد ميل كبيرة تمام وعدان يولي الطبيعي اللي هي حتكون بعد شيني بعد ساعتين عندما تدرى للجلوكوز الخارق يمتص من المدينة الديودنوم حسب بلد الديودنوم واحق بيال commandments واحق أيضا ب键 من رحد التالسيم ق送 الشكل المدينة الديودنوم و الجيدنوم فان الديودنوم والديودنوم بالجودنم القو salts تاعتين وبدأizi الاوجود بهالاتذان قدار عليها تأكيد ثلاثة او اربع ساعات و البق leur Vu рос agrotation 120 جرام بير اور عمل متاعها ببير من الاجت ReidKa واحق بإحداث Div테ب 30 و cookies في المستوى السكر في الدم عن طريق اليواجلايكوجينايسيس هذا اليواجلايكوجينايسيس يكسر في الجلايكوجينايسيس ما ينسد الواجيسيسيس يجب الواجد موضوع مي جلوكوجينايسيس يكسر في الجلايكوجينايسي وهو كما يتصوح ذاتك فميتة جلوكوجينايسيسي من المستوى السكر في الجلايكوجينايسي منذ العمليات كثيرا و يمكن أن يجوع الله يوميا و اخر شيء من ناحية الكدني تستخدم حتى في اللواجدониجنسيز و اتذكره ما سيكون في بايو الهواء بعد سيكون في البيئة الهواء بعد ممكن تخش في 40% من اللواجدониجنسيز تمام فاليو سيكون الواجدراني فالالمرواجد تمام الميكانизمة في كما نعرف هرمون الكلام طبعا بلود شغرة المقدار أو السكر الدم بالإنسولين قلنا جلوكوز يقولون على growth hormone hyperglycemic cortisol hyperglycemic tyroxine والأدرينالين الـ autoregulation سيكون بلد نفسه أن الجلوكوز خير استمالات انهبت الـ هذا يعتبر حالة تعتبر أوتو مدخلته بهرمون يعني عندما الجلوكوز يكون في البلد هو بنفسه استمالات الـ الـ نيوران طبعا السمبة تتكلي وستمالات الـ والبارا استمالات الـ يعني كأن السمبة تخدم على الجلوكوزون والبارا تخدم على انسولين آخر حاجة عندك الميكانيزم شيني سحب الجلوكوز من الدم يعني وين يمشي الدم 10% يمشي الـ 40% يمشي المصل 50% قسمة بين الـ الـ 10% من الـ غليكوزا دمتم ما هو المصل فزيدة الآخر ما هو المصل جلوكوزا ٤١ّى ponto ٧٨٩ Confederate ٪٨٠ل عندما نتعرف ك Limited ٨٩٠ extent ٨٩ًا و Xbox ٨٨٩ سمع عشر في المية ليوحيكم فورب انرجيي برودوكشن هيكي تمانا الاندوكراين ان شاء الله يكون المراجعة كويسة ومفقين ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله